بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أمر سليم أحبائي الطلاب الثانوية العامة أهلا بكم ومرحبا في الحلقة الثانية من لقاء الأربعة حضركم النهاردة إن شاء الله إحنا معنا شيء مهم جدا إزاي أتعامل مع النص المتحر إزاي إن شاء الله أقفل نص متحرج كلام النهاردة خطر جدا ومهم لسبب بسيط كلام النهاردة إحنا واغدينه من امتحان حقيقي تم الوامتحان 21 شفنا إزاي نمط الامتحان وعلى أساسه هنحط البرنامج اللي هنمشى عليه إن شاء الله في تناول النص المتحرر الكلام اللي هيتقال مهم جدا جدا يريد تسمع هذا الكلام بعناية غير عادية فارغ كامل حبيبي إن شاء الله يخلي بالهم من كل كلمة تقال لازم قبل ما أبدأ مع ساعتك إزاي أتناول نص متحرر تناول تام وكامل طبقا للورقة الامتحانية العام الماضي دور أول وثاني لازم نأكد على الأمر مهم وهو فرع النصوص الله يبري فيكم من 29 درجة ده العام الماضي يعني يكاد يكون رضع المجموع ويزيد فلما يكون فرع بهذه الصورة لازم ده يخلين راجع نفسينا فرع النصوص يا أحبابي أبارة عن ثلاثة في واحد نصوص بالأسئلة بتاعتها لنشوفها فرع البلاغة فرع الأدب خلي بالكم من نفسيكم زي ما قلنا ما بقاش في سؤال نصوص عفوا بلاغة مستقل ما بقاش في سؤال أدب مستقل كله يا أحبابي بأدمج يمكن يكون فيه طالب أول مرة بشوفنا لأ نخلي بالنا النصوص عاوز اهتمام غير عادي وعاوز حل كتير وسامي كتير طبعا 29 درجة أمر مسهل إن شاء الله أنا بشتعل بنظام تاني أقصد شغلنا في النصوص المتحررة الآن طبقا لما جاء في الورقة الامتحانية فنعملها بأسلوب مختلف شوية ولكن إن شاء الله لا ممليك كل الدنيا ويتشوف شكل الأسئلة الجديدة كيف تكون فإن شاء الله كيانا استعين بالله عز وجل ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسلي أمري واحل العقودة من لساني يفقه قولي بسم الله توكلنا على الله حبيبي نبدأ كده إن شاء الله لو سمحتم بقى عشان بس الكلام هيكون ايه بالبلد كده باللوعة العمية عشان نقرر البعض يا حبيبي قلبي الكلام مكتوب بأسلوب مبسط بس رجاء ثم رجاء إحنا بفضل الله تقريبا مش سايبين جزئية إلا وطنها امشى على هوايا يريد تتبع كلامك كويس قوي حاول ما سبناش نص متحرر معناه إن ده نص أنت ما شفتهوش من قبل الميزة في النمط القديم كان كلهم ست سبع نصوص المدرس كان حفظه ومصمه وعارف خبايا كل نص فكنا بنحفظه من الطالب فالطالب بيخش حافظ بيقفل الدرجة النهائية قوله أستاذ بيديه الامتحان تفضل ده الامتحان مع النمط الجديد لأ ليه نصيحة علشان تكون طالب فاهم ما تحملش المدرس مسئولية نصوص أو قراءة ما ينفعش فيهم توقعه وإلا يبقى أنت مش أخي بالك حل النصوص لازم تحل كتير تتدرب لأنك أنت الوحيد اللي بتتحمل مسئولية النصوص بالحل بالسماع تسمع كتير أو يتحل إزاي تحل كتير إن شاء الله ربنا أجل ما أكلم بص يا بشا كيف أحلل وأفهم النص المتحرير أنا عمل تأسيمة من دماغي أعدت كده مع نفسي بل أتأسم وامتفاتي فتوى كده يا ترى أركاني الفتوى كام؟ ثلاث أركان أول ركن أهم النقاط التي ينبغي مراعاتها عند تدريس وعند تحليل نص متحرر أولا ما قبل قراءة النص يا دكتور يشهد الله أنا مش بستخف بعلك أنا بنقلك واقع هتكون فيه أنا بتخيل إنتاج واللجنة الآن قبل مبدأ رعا قبل افهم كده ممسك الورقة أقول بسم الله واحد الهدوء التام وأنت مقبل على قراءة وتحليل النص المتحرر أوعى تضحك الامتحان يا بش مهندس شأن آخر أنا داخل أشتغى النص متحرر لازم الله يعزك تبقى فصلة 2-2-3 تبقى هادي تماما تماما متماسك الأعصاب ريء البال ليه؟ ده نص متحرر أنا بستنم به إذن أنصح الهدوء التام والتأني والتماسك قبل أن أبدأ في النص المتحرر حاول التأكد هل النص عنوان أم لا تفرق معايا فرق رهيب يمكن تبقى الحاج أدعي لك والحاج أدعي لك أن يقول لك قال شوقي عن النيل نجحت يا معلم يبقى أنت فهمت 70% من النص قبل ما تقرأ لأن الجواب بيبقى منين من عنوانه خلاص بقى نتكلم مع النيل بقى قال الشعر عن إيد العمال خلاص يا معلم أنا بتكلم في إيد العمال إنما يا معلم يقول لك قال الشعر وهو بيرمي الأبياد بدون عنوان لا مشكلة كبيرة جدا جدا خلي بالك حاول التأكد هل النص عنوان أم لا إن كان هناك عنوان فقد فهمت نصف القطع اللي جايلك طرم أن نحط العنوان كان يقول قال الشعر وعن فضل الأم قال الشعر عن النيل يبقى خلي بالك حاول يريد النصيحة الثانية تتأكد النص اللي جايلك شعر أو نث لو كان لعنوان امسك في العنوان العنوان يفصل لك الكلام اللي جايب أما يا ريس إن لم يكن هناك عنوان سوف يبذل مجهود إضافي آه لأولك قال الشعر وحط الأبيات وقال الكاتب وحط القطعة تأكد يا دكتوري اللي قد منك أنت تبذل مجهود مضاعف اتحملني الله يعزك يبقى لابد من الهدوء التام والتماسك أمام النص والثقة بالنفس ولا ولا ثق بنفسك يا بنت ثق بنفسك إن شاء الله عندك ثقة هتقطحي خفتها تزعل يبقى هدوء وتأني وثقة في النفس ومن قبلها ثقة في الله عز وجل اقرى كويس قال الشعر هل هناك عنوان أم لا لو عنده عنوان إذن خدت الجو العام وفهمتو ما كانش في عنوان هنتعب شوية بعدين مهم جدا 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 معرفة الشعر للكلام ده والله يا أحباب أنا لا أقصد شيء من اللي هولو مش هنلاقي في أي كتاب وطبعا أقدر كل الكتب في أراسي بس أقولك ده خبرة اللي جار السائل فاتت بص يا واكدة دكتور مهم جدا جدا معرفة الشعر يدبع أي مدرسة هيفيدني أنا وكان بالبلدي ده هيفيدني في الأدب نوضح بقى افترق قال شوقي باس زبطت يستمعي شوقي تبع مين الكلاسيكية أهم أنا مود دماغي أدب الكلاسيكية مثلا قال مطران اللي بيتكلم في أدب بتاع الاتجاه الوجداني يبقين رايح عند الاتجاه الوجداني اللي بذلك الأدب يعرف يا معلم قال العقاد يبقى ده أدب مدرسة الديوان هناخدها إن شاء الله قال مثلا أحمد زاكي أبو شادي يبقى أدب أبولو قال مثلا إليه أبو ماضي يبقى المهاجر أنصح لله ثم لله اقرأ اسم الشعر جيدا أكد على اسم الشعر فلو قريت اسم الشعر وعرفت في أي مدرسة هيقرب ليك المشوار بتاع الأدب إذن تأنى اهدى اقرى العنوان لو موجود ركز على اسم الشعر اسم الشعر هيترجم ليك وهيوريك أنت في أي مدرسة أدبية خلاص يا مستر ها لالله هنعمل بعد ده قبل القراءة ها مرحلة القراءة إيه بقى مرحلة القراءة يعني يا عسل انت وهو أنا جبت النص هبدأ رباه هبدأ أقرأ النص اللي فات يا باشا قبل القراءة أقرأ إيه المطلوب مني؟ واحد اقرأ ببطء شديد ما تضحكش مني أنا أتكلم بده والله أمسك الأبيات ما هو آخر السنة رأس مالك يا دكتور الوقت إيه اللي زعل ولادنا وحبيبنا سالي فاتف وربنا يسامه إن جاب الأسئلة طويلة يعني السؤال عاوز وقت فالطالب من الكهرب ما بقراش بطرع بمشي لا يا معلم أرجوك أرجوك أول حاجة اقرأ الأبيات ببطء شديد مجددا حتى وانت بتحيل ثم اقرأ البيت مرة ومرة ومرة حاول أن تفهم كل بيت على حدة ثم اربط الأبيات دكتور عاوز درجة ولا تقل عاوز درجة اقرأ الأبيات بتأني شديد بتأني شديد افهم البيت مرة اثنين ثلاثة اربط الأبيات رد الطالبة قالت يا معلم قلت العين يا عسل قالت دا الأبيات صعبة والله يا أختي حصل موقف العام الماضي ان الأول مرة نشوفها يجيب معنا الكلمة الصعبة تحت حصل منه وبأمانة وبصدق الأبيات اللي كجاكة توضحها فثق النواضة لامتحان في النص مش هاعدك فانت بقاش عندك استعداد ان اسف اللفظ للفشل متأسف والله لا بقواثق من نفسي داخل كده عند عزيمة ان ان شاء الله هقرأ وافهم ومع الحل الكتير تفهم ان شاء الله اذا يا حبيبي الله ييزكم لابد من التأني عند قراءة النص اقرأ البيت مرة ومرة ومرة افهم البيت ثم اربط الأبيات ببعضها البعض عندنا مشكلة هي ليه كارثة تالتة سنو اربعة كارثة تالتة سنو انا متأسف في اللفظ اعتزر في اللي هون مصيب التالتة سنو في اللغة العربية ده يا ناس يا حبيب قلبي الاختيارات تكون متقربة جدا رجاء ظل على اختيار الموجوب بالنص لان هناك ما هو صحيح وهناك ما هو صحح دكتور ايه اللي تعبنا في النمط الجديد هوري دلوقتي في النمط الجديد الاربع اخترت انفعه والله العظيم ده العام الماضي المدرسين اختلفنا احنا اختلفنا ما بالي الطالب دي الصحيح تتعايل اسف اللفظة يا مية الطالب اصبن عنه خلي بالك الاختيارات ستكون متقربة جدا في صحيح وفي اصح رد الطالب التابع اعمالي يا استاذ رضا يا دكتور هذا الاربع اختر علم ظل العلى الاختيار الموجود في النص وسيادتك هذا الاربع وهو ريك جايبنا نمازج على اختبار التجربة وعلى الاختبار الاساسي بتاع السلفات يا دكتور يا دكتور الاختيارات قريبة علمي على الاختيار المرتبط بالابيات وده بيحتاج قراءة متأنية ودقيقة جدا 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 اكتاني يا دكتور ده منهج متحرر عاوز تدريب باستمرار اذا الاختيارات صحيحة لكن هناك الاصح حاول تضلل وتختار الاختيار المتعلق بالابيات نفسية زي ما هو ريك دكتور يبا يزم قلنا اول حاج قبل الاراء ابقى هادي ومستعد وبص لعنوان واسم الشعر هبدار بالراحة سنة سنة فهم كل بيت على حدا وبدأنا يا معل ده المنج العرض ده مختلف يا اخواننا العرض يكاد يكون جديد جبناه من خبرة الامتحان عشان خطر ربنا اول سؤال في النص المتحرد قد تسأل عن قد تسأل عن تفسير معنى كلمة او مضاد كلمة بص يا بشا هي السؤال كده سوف يطلب منك الآتي تفسير معنى كلمة او مرادف كلمة او المربها تحزير يا دكتور هناك فرق رهيب بين كلمة المرادف والمراد قلناها في القراء والقراء رغم النصوص دكتور في فارق رهيب ما بين كلمة المرادف والمراد المرادف معنى كلمة انما المراد المقصود بالكلمة في سياقها دكتور خلي بالكم من نفسيكم يا استاذنا خلي بالك مرادف كذا يعني معناها لكن المراد اي المقصود بها نجرب نجرب قال احمد شوك ده النص المقرر ونصيحي الله رغي تحمني الله يعزك استحلفك بالله ابني وبنتي ما حد يسيب النصوص المقررة انا في الحصة بشرح النص المقرر بالتفصيل لي يا دكتور النصوص المقرر بتثبت رجلك في الادب تستفق جدا منها فضلا العام الماضي جاب من النصوص المقرر قال شوقي في نص وربا وحنين المقرر وصفها لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومس معنى كلمة معنى كلمة او مضادها ركز كويس وتأنى عشان اللي اختراب يكون قريبا بعضها المعنى يختلف عن المراد حبيبي خش على السؤال في تدريس النصوص المتحرم قد يطلب منك ان تضع عنوانا للابيات عادي وبعدين يا دكتور بخيارك يقولك العنوان المناسب الف به جيم دال دكتور قد يطلب منك ان تضع ان تقترع عنوان للنص عنوان للابيات راعي ما يري الله يعزك ان العنوان يكون شامل للابيات زي الفكة الرئيسية او الرئيسة يا دكتور قد يقترح او قد يقترح او يطلب منك ان تضع عنوانا للابيات رجاء رجاء حط العنوان الشامل اهو لازم يكون شامل لكل الابيات والعنوان اللي باختركم فصيح وجذاب ومجز يبقى اذا يا دكتور منهج تدريس النصوص المتحررة قد تسأل عن مرادف كلمة او مضادية قد يطلب منك ان تضع عنوانا للابيات راعي وبالرح تختار اختار اختار يا دكتور العنوان الشامل لكل الابيات بص عشان خطر ربنا ماينفعش اختار عنوان لفكرة بيت واحد بس انا عندي خمس ابيات افهم او اربعة ما جيبش فكرة جزئية انت انسان محترم زي ما ضربك اجيب فكرة كلية كان حديث الشعر عن التفاول يا سيدي هكذا كما قلنا حب الام زي ما وريك يبحط العنوان يكون شامل اختار اختار الشامل ما اختارش عنوان فكرة جزئية لا يشمل كل الابيات بعده قد يطلب من سيادتك يا دكتور في النص المقرر ها قد يطلب منك تحديد الفكرة الرئيسة او الرئيسية انا يا عم الحاج هجيب لك ادي خمس ستة ابيات واقول لك كده ما الفكرة الرئيسة واخيرك برضو زي اللي فاتت راعي ان الفكرة تكون شاملة الابيات الفكرة تشمل الابيات وكون موجزة وفصيح ودينا مثال في القراءة لو انا قلتلك ايه دكتور فاكر انت فاكر اكيد لما قلتلك الاضرار النفسية للتدخين الاضرار المادية للتدخين الاضرار الصحية للتدخين ده كل افكار جزئية ولا ايه الفكرة العامة اضرار التدخين خدت بالك اعد مساء القراءة من تاني اعد يا مستر رضا الام حملت والام وضعت والام ارضعت والام ربت افكار جزئية ايه المعنى العام فضل الام ده كترة ربنا يحفظكم الفكرة الرئيسة الرئيسة يشترط ان تشمل كل الابيات يا ابني ما تجيبش كده فكرة بيت واحد و تقول لي رئيسية غلط يعني هديك مساء بسيط جدا ما ينفعش تقول لي مثلا الاضرار الصحية ده اضرار التدخين لا لو الكله هكي اضرار صحية جسمية نفسية اجتمعية اجيب فكرة عامة اضرار التدخين راعي الله يعزك ابني وبنت انطلب منك الفكرة الرئيسة اقرى كويس واجيب الفكرة اللي بتشمل كل الابيات زي العنوان اللي بيشمل كل الابيات اعرى مثلا لو قلنا طبعا يشترض ان تكون الفكرة مختصرة وجذبة شاملة لنا اختر لكل الافكار لفظها فصية فلو قلت مثلا الاضرار النفسية للتدخين الاضرار الصحية الاجتماعية كل ما سبق افكار جزئية يبقى الفكرة الكلية ايه اضرار التدخين يعني يا دي اسمع لانا بخيرك قلت في الفكرة الرئيسة الاضرار النفسية الصحية اجتماعية ام اضرار التدخين باختار اضرار التدخين دي عشان شاملة كل شي خدنا بنا هاخد لحظة يبقى قد تسأل عن معنى كلمة او مضادية قد يطلب منك ان تضع عنوان للابيات قد يطلب منك ان تحدد الفكرة الرئيسة كارثة اسف الفظي حبيبي اللي با على الشغل عالي اطنطط ولعب لعب يبير جدا جدا العام الماضي في النمازج الاسترشالية او او ثاني الأفكار الجزئية مهم جدا جدا قد يطلب من سيادتك تحديد الفكرة الجزئية بص يا باشا ايه ubiquا الفكرة الجزئية دكتور فكرة كل شطر او كل بيت والنبي يحبقى البيت الفكرة الجزئية ممكن شطر لأ ممكن بيت لأ ممكن بيتين يا دكتور الفكرة الجزئية فكرة شطر او فكرة بيت او بيتان انما الكلية او الرئيسة يبقى اخوانا من كل الابياد والتي بس بقى قد تكون فكرة شطر او بيت بمفرد او بيتان او جزء من فقرة شو بقى النمط الجديد بقى ده كلام 2021 وجبت لي سيادتك نص كامل عشان خطر ربنا ملاحظة خطيرة جدا هناك نمط جديد لسؤال الفكرة الجزئية في النظام الجديد حبيب قلبي يا ده كاترة ادي النمط الجديد للفكرة الجزئية ايه بقى النمط الجديد يا بقى شاب ان يطلب منك تفضل بقى كابرها ان يطلب منك تحديد البيت اللي بيتضمن معنى كذا ثانية بقى هادي بصت ادي الابياد ده متحان سابق ركز بقى هولا ايه هكذا البيت الذي يتناول معنى تضحية الام ها قلب بهجيم ده يخيرك مثلا ما هو تضحية الام الفكرة الجزئية هو جبب بيك كذا ثاني ممكن يبدأك معنى هاديك مثال بسيط جدا المعنى الذي يؤكد ان تربية الطفل تبنع الايمان هو البيت قلب بهجيم ده هي فكرة جزئية بس بيخير في الابياد تاني يبقى ممكن انا تسئل عن معنى محدد لك البيت الذي يتناول معنى كذا قلب بهجيم ده اختر مثال البيت الذي يتناول مثلا يا اخوانا كده فرضا هكذا يا اخوانا ميت النيل هو البيت الاول والتاني والتات والرهب ما ده افكار جزئية مثال بسيط جدا جدا فيا شباب البلاد صون وشرخش الصبا قبل ان يبيد بالمعنى البلدي يا شباب حافظه على مين على الصبا انا يا رضا امتاني اقولك البيت الذي يؤكد داروت الحيافة على الصبا ده ولا ده ولا ايباده ده كتن نظام جديد في الافكار الجزئية استنى يعود في الكون ده الابياد بتاعي تعالي الجاري يعود في الكون كل شيء وذاهب العمر لن يعود معناه كل شيء بيرجع الا العمر لو العمر راح ايه لو العمر غاب مش هيرجع انا رضا بقى عمل لك امتحان اقولك كده البيت الذي يؤكد ان ما مضى لا يعود افهم يا لا الاول ام الثاني ام الثالث ام الراعب اذا النمط الجديد افهم يا مؤمنة يا دكتورة اسمها الافكار الجزئية البيت الثاني اهو تاني البيت الذي يؤكد ان ما مضى لا يعود هل الاول لا التاني وذاهب العمر لن يعود خدت بالك فهمت يا للطول ممكن يقول لك يا باشا البيت اللي بيتضمن معنى درس او ممكن البيت اللي فيه الدرس المستفاد او المغزى معين يعني له درس معين مسلا او مغزى معين عاوزه يقول لك حدد البيت اللي بيقى كده يبقى الافكار الجزئية في النمط الجديد يجب لجملة يقول لك في اي بيت تحققات كالبيت هذا بالنص كده البيت اللي يترجم ذهاب او انما مضى ليعود البيت نين الثاني تعا نجرب كده ان اشتكى النيل مسى ضيمن فحرموا حوله الورود معنى لو النيل بيشتكى من ظلم حد بيقرب من النيل او بيقطع عنا المية فحرموا حوله الورود يعني بقى اقطعوا رجل اي حد الورود مش معنى الورد اللي بشمه لو اي حد عاوز يرد يمنع مية عندنا تعرق باته افهم يا مؤمن بصق البيت ده البيت فكرة جزئية او اذا النيل اشتكى من الظلم فاقطعوا ايدي وارجل من ايه يخترب من النيل انا رضا هو بقى انا رضا هو هاجب معنى جزئية اقول لك كده اقول لك كده ينبغي الحفاظ على النيل بكل ما اوتينا من قوه افهم يا لا البيت الدال على ذلك هو واحد ولا اثنين ولا تات ولا اربعة فهمتي بقى البيت كام الثالث انت بتفهم وتحمل اسطوب يبقى الفكرة الجزئية ان يأتي بمعنى او بمغز او بهدف لك حد البيت وان شاء الله بيكون باني يا حباب هكده فارا كده هديك مثال هو بقى وهاجب المثال لجانا في امتحان قال علي الجارم ده القطع في امتحان سابق قال فيا شباب البلاد صون شرخ الصبا من قبل ان يبيد معنى ايها الابناء حافظوا على شبابكم وعلى صباكم قبل ان يبيد الشباب يعود في الكون كل شيء وذاهب العمر لان يعود ما مضى من العمر لا يعود فكرة جزئية ان اشتكى النيل ما الصديم فحرموا حوله الورود اذا اشتكى النيل الظلم فاقطعوا ايدي وارجل من يهدد النيل تجارة الرق قد تولت فما لنا نلمح القيود تجارة الرق العبودية ازور زمن العبودية قد تولى هكده فعاجبا كيف نلمح الظلم عادة من جديد هنا بيأكد من الحرية طيب قد ذهب العمر في جدال كنا لنيرانه وقودة ذهب زمن الجدال والقيل والقال اليوم زمن العمل هكده ممكن اجد بفكرة جزئية لا افهم اقولك كده كثرة الكلام يضر معنى هات البيت اللي بيدلع الكلام ده يبقى الخامس اوعد سبني طيب يا دكتور لا يدرك السؤل غير عزم مثابر يقرع الحديد السؤل يعني الهدف والطلب هو مين اللي بينال طلبه ها الكسلان ولا يا اخوانا اللي بيشتغل صاحب العزيمة اي لا ينال الهدف ولا ينال السؤال والطلب الا صاحب العزيمة الذي يقرع الابواب اما تبقى نايم مش اتعمل حاجة فايقظوا مصر من جديد فانها ملت الرقود ايقظوا مصر بالعمل وبالانتاج وبالخوف عليها فمصر قد ملت الرقود من ايام الاحتلال لا ترسموا للطموح حدا الله ليه فالمجد لا يعرف الحدود اقولهم اووا تحط سقف للطموح اطمحوا الاقصى ما يكون اياكم ان تضعوا حدا او حاجزا للطموح اطمحوا الى اقصى درجة العلم امضى من المواضي فجردوا نحوه الجهودة اعلموا ان تقدمكم مش هيكون الا بالعلم فالعلم امضى سيف واقوى طريق للنهضة شباق المفاجه مصر تريد السماء مصر تريد السماء عايز القوة عاوز الرفع مصر عايز تبقى في السماء مصر تريد ان تعود قوية عالية كما كانت واول النجح ان تريد واول النجاح الارادة حلو يا سكر انت بقى فوق اللي بقى ان عاوزك تتخيل انك انت ما كان زميلك او زميلتك العام الماضي قبل يا معلم قبل يا حاجة كده اكد الشاعر ميزي اللي جابة الصحية ان اول النجاح في كل ميدان هو توافر الارادة اهلا نظم امتحني يا جدعان الجديد فما البيت الدال وجابد اربع ابيات يبقى انا محتاج اقرى الابيات كويس قول بقى لا ده بص بص اول النجاح في كل لازم افهم يا جدعان اول النجاح في كل ميدان الارادة انا عايز انجح بارادة لا يدرك السؤل غير عزم مثابر يقرع الحديدة لا ده يبقى يقولك البيت ده مش في اراع يبقى يقولك مش هيقدر يحقق طلبوا الا صاحب العزيمة لا ترسموا للطموح حدا فالمجد لا يعرف الحدود هنا يتكلم عن الطموح العلم امضى من المواضي فجريدوا نحوه الجهود بيكلم عن العلم مصر تريد السماء وثبا واول النجح ان تريده يلا يا عسل جاوب ان ستين انت حر بس يشهدوا الله عز وجل يبقى مننا اللي علينا جاوب فين البيت اللي بيأكد معنا الكلام ده يلا الله عليك مش نقولتلك الابيات كلها صحيحة تمشي مقبول الا بيت واحد والأصح المطلوب البيت الأخير قالك اول النجاح في كل ميدان توافو الارادة واول النجح ان تريد خلي بالي افهم السكة انت عارف يا دكتور لما تعرف الطريق خلاص بقى تمشي علمناك ازاي تصيد السمكة انا في انت من دلوقتي بيجي باربا ابيات تتحمل اسلوب يا رباني يا فرحك ابن وبنتي ابو اخي بالي من نفس الدرجة كبيرة او كلام حلو زي الفول بس ده اللي صحح يبقى ارى مرة واثنين وثلاثة وبقولك يا سيدي اول النجاح في كل ميدان الارادة واول النجح ان تريد فاصبح بهذا الاختيار رقم ده عندنا هو الصوبة يا احباد ده نموذج اللي قلناه ده امتحان 2021 ورقة القسم الادبي انتو عارفين حبائبنا ان احنا كان عندنا ورقة القسم العلم والادبي النفس اللي قلنا برضه موضوع الفكرة الجزئية انه تخلي بالك جميل صدق الزهاوي بيتكلم عني الحق وبيقول ان الناس بتحبش الحق طبيعة الناس زي الانسان الكذاب ما يحبش الصدق والخائن لا يحبه الامين فبرضو الناس اهل الباطل لا يحبون الحق يقول الشعر في هذا مفكر محترم مفكر محترم انسان وطن محترم وطن محترم وطن محترم منهم شجة وندوب رأسه تشجت مفتوحة نصين فبيكلم ان الباطل لا يحبه كثير من الناس وان اهل الباطل انما يسبون الحق ويشجون رأسه حلو اتفرج بقى ده العام الماضي حبيبي اللي عاوزين نصي متحر يخلي باله المسألة مش تبهزار ده منهج اي مع الفهم والتكيز بين المقولة التي تفسر يعني علل كينو العلل قذف الجماهير الحق بالحجارة او قذف الجماهير الحق بالحجارة علل للجمهور بيرمي الحق بالحجارة كما ورد في البيتين السابقين يعني جاب عبارة علل ليه الجماهير بيرمي الحق بالحجارة اجابة هل لان الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوا ليه الجماهير بترجم الحق بالحجارة سين هل لان الحق مزعج لأهل الباطل اللي اعتادوا ترويج الباطل ام لان الحق لا ينتصر الا بمنازعة الباطل ودحره خلي بالك ركز في الهوله أم لأن المحايد الإنسان اللي على الحياد هو شخص لم ينصر الباطل لكنه يغزو الحق طيب أم لأن الحق الذي يضر الناس الحق اللي يضر الناس خير من الباطل الذي يسرهم هذه إجابة اتفضل حل وبيدي أمانة بالله يا عليك ابن وبنت خلي بالك زميلك وزميلتك العامل الماضي قعدهم قدام الورقة مش قاعد بقى هادي زيك كده قاعد في البيب بتشرب كبات شاي ولا بتاكل ولا بتلعب ده قاعد ضغط امتحان منظام جديد واللي عاز فسر نعمل نستخدم سياسة الاستبعاد هارة كويس طيب الناس بتغذف أهل الباطل بيغذفوا الحق لأن الحق مزعج للذين اعتادوا هنسبها ام ارى كده هل لأن الحق لا ينتصر إلا بمنازعة الباطل ودحره هنشوفها هل الإنسان المحايد هو الشخص الذي لم ينصر الباطل لكنه يغذو الحق استحاله ما ينفعش المحايد يا اخواني هو ما نصرش الباطل بس بيغذو الحق يعني بينصرش الحق المحايد بيقى فعل حياة بين الباطل والحق فباستبعد به الحق الذي يضر الناس خير من الباطل الذي يصره ما فيش حق يضر الناس اذا استبعدنا دي واستبعدنا بقى الاختيار فيه ما بين دي وبين دي مش هو تاك فيه صحي واصح هل يا رجالة الناس دي قذف الجماهير ليه قذفت الحق هل لان الحق مزعجد للذين عالتالوا ترويج الباطل الحق بيوجعهم ام لان الحق لا ينتصر الا بمنازعة الباطل دي صح بس مش يارف القطع مش يارف القطع اللي في القطع بتقول ان الجماهير ماشين ورا الحق عم يضربوا ويسبوا عشانهم اهل باطل اهالوا عليه الحص يرجمونهم هم ليه كده لانهم اهل الباطل فده ممكن ما اقوله بس مش في القطع لكن دي اللي في القطع الاجابة لان الحق مزعج للذين عتدوا ترويج الباطل او يسيروا الهوينة والجماهير خلفوا دون اهل الباطل يسبون الحق اهل الباطل اهالوا عليه الحص يرجمونهم فترى ان رقم 1000 هي الاجابة الصعيحة اعلل بما تفسر اعلل قذف الجماهير الحق بالحجر او قذف الجماهير الحق بالحجر الاجابة ليه بيرموه ليه بيدربوه الاجابة لان الحق مؤلم من اهل الباطل لو كان الحق مش مؤلم من اهل الباطل ماك هنشرهم بالحجر اذا نخلي بالنا الاجابة حتى مسهلة خلكوا نصحين ده بتاخد وقت على ما فكر ووزن بالاختيارات وخلي بالك من حاجة اتحميني ان تبني الاغنية والشماعة اللي شغال عليها ان المهنة هكاية مع الفاهم زمن الحفظ مضى وانا اللي هل بسانة وانت ما من هزرش هو كممتحن حجة جهزة الفاهم الفاهم بقى قولة حق وريدها بها باطل ان اخد وقت في الاختياري افكر اخد وقت اكتر من الزمن ثم اضيع الورقة مني والوقت يضع مني خلي بالكم اتعود على كده الاختيارات اخطر الاصحة وصلنا للسؤال الخامس يبقى يا اخوانا ممكن يسألنا عن معنى كلمة او مضاد كلمة وقد يطلب منك انك انت تختار عنوان للابياد يقول لك العنوان المناسب بالابياد الف ولا به ولا جم ولا دال لا اختبر كل اختياري يقول لك الفكرة الرئيسة المناسبة الف ولا به ولا جم ولا دال او الفكرة الجزئية والنمط الجديد اجيب معنى ولاك ايه البيت المناسب شرح الابياد او الله في شرح بس شرح بالنمط الجديد زمان كنا نقول لك ايش راح وانت تكتب النهارده لاك اتفضل لا بد من قراءة الابياد بيطراء كويس اوي ده مهم جدا بطريقة جيدة وفهمها فهما جيدا لأيبه لان هناك صورا جديدة تخص عنصر الشر ايبه الصور الجديدة يجب لك عدة ابيات ويقول لك كيف وصف الشعر في البيت الاول الطبيعة ويخيرك الشرح كده كيف وصف في البيت الاول مثلا فض الام الف بجيم دال ده اللي عليه الاختبار التجريبي والعلمي والادبي دور او الاوترين كيف وصف فرضا يا اخواننا المجاهدين الف بجيم دال ممكن يجي الشرح ازاي دلل على معنى كذا في البيت الاول ماشي دلل على معنى الصدق الف بجيم دال ممكن يجي بما برر زي في انتحان بما برر الشعر طلبه في البيت الاول كلم عن العلم او غيره الف بجيم دال اختر مازلت المصمم اختر ظلل الاختياري المناسب للابيات زي ما شفت استنتج سبب تمني الشعر لكذا الف بجيم دال ما واجب نتجاه كذا الف بجيم دال ارجوكم باختار الاختياري المناسب اذا يا حبيب انا مديك مثال لهم يا اخواننا الشرح ما بقاش كتابه الشرح انا بجيب سؤال واربع اختيارات انا باختار الاختيار المناسب كما قلنا يعني بظل على الاختيار المناسب زي بقطعة يقول فيها علي الجارم فيا شباب البلاد صون شرخ الصبا قبل ان يبيده النص اللي فات يا ابناء البلاد يا شباب مصر حافظوا على الشباب يعود في الكون كل شيء وذاهب العمر لن يعود كل شيء يمضي فيعود الا العمر ان مضى لا يعود ان اشتكى النيل مسى ضيم فحرموا حوله الورودة يعني لو شكى النيل ظلما فحرموا ان يقترب منه عدو اتفضل كل سنة كده ما واجبنا تجاه النيل كما فهمت من البيت الثالث شرح ايه واجبنا اذا اصابه ظلم او ضيم لا نزرح حوله الورد لما حد يصيب النيل بضيم خلاص اهلا بك مرحب بك ومزرع شفت اقرأ اذا اصابه ظلم او ضيم دورنا لا نزرح حوله الورود نشوف نحارب من اجله نحارب من اجل النيل فلا يرد فلا يأتي اليه عدو او محتل دورنا نسعى الى المحافظة عليه من كل مظاهر التلوث عدو ياخد النيل او للتلوث نشرح للدنيا اهمية النيل وعظمة النيل اقرأ بك يا بها الزرش معك الاجابات تقريبا مقبولة الا واحدة بس تيها الاجابة الصح يبقى ربيت من ثاني بقول ان اشتكى النيل مسى ضيم الظلم فحرموا حوله الورود يعني امنعوا اي حد يرد النيل انت كطالب ايه الاختار بقى المناسب اختار كده بقول اذا اصابه ظلم او ضيم لا نزرح حوله الورد بره اللعبة خالص مش تابع البيت نسعي المحافظة عليه من كل مظاهر التلوث بره البيت نشرح للدنيا اهمية النيل وعظمة بره البيت الاجابة كما ترى يا احباب نحارب من اجله فلا يرد او او لا يأتي اليه عدو او محتل فحرموا حوله الورود يعني الاتيان مش الشام الورد الاتيان اذا النمط الجديد يبقى شرح يا احباب ما بقى شرح استفادة ورغي نأتي بسؤال كهذا ما واجبنا اتجاه كده كما فهمت في البيت الاول او الثاني فالبيت ما واجبنا اتجاه النيل كما فهمت من البيت الثالث يبقى عشان خاطر ربنا قبل ما تبص للاختيار اقرى البيت خمسين مرة وفهمه كويس جدا وهم جايب الاختيار اللي مناسب للبيت الاختيار المناسب للبيت وتحمى الاسلوب بعده يبقى خدنا معنا كلمة او مضاده العنوان الفكر الرئيس الفرعية ثم كما قلنا عندنا يا اخوانا ما ذكرنا شرح الابيات سؤال مهم جدا في النص المتحرر ولاده وحبيبي اللي عاوزين يعرفه ازاي يقفل درجة في النص المتحرر هذا السؤال مهم جدا يجيب لك ابيات يقول لك ما القيمة المتضمنة القيمة المتضمنة جوا البيت او ما المبدأ الاخلاقي القيمة المتضمنة تحفظها صم هي القيمة الانسانية مثلا انا كتب الحرية بالاخوة الانسانية المحبة الايخاء التواصل الصدق الاخ السؤال ده بيقوله تركيز بيقى في شبه من بعضه وقد يسميها لبعضه المبدأ الاخلاقي زي ما حصل مع ميخاين نعيمة ميخاين نعيمة يا رجالة دمت حقا القسم العلمي العام الماضي جاب ابيت ولا اروع بيستغني عما في ايدي الناس بيميل العزلة بقول انا زهيتي من الناس واجع القلب مع الناس وعيشت بص يا فنت ده شاعر افهم الكلمة دي وعيشت طول حيات اقول شاعر للناس نفسي عيش بقى شوية مع نفسي هكذا يعني احيانا يأتي الوقت الذي يمل الفنان من الفن ايوة طول حيات اقول شاعر شاعر زهيتي يا جدعان عايز اعيش اليومين الفضلي زي بعض الفنانين انا الكلام طبعا عاما الكل ممكن ما اتجاوزي لك اصلا وهابت نفسي الفن ثم لادني شيء فقد يعيش الفنان حياته للناس ثم يمل هو بقول كده يقول غدا ارد هبات الناس للناس غدا اترف عن الناس وارد لهم كل عهدهم اي حد كان له امل عندي خده كان نفسه في حجم خلاص تمين افضناها وعن غناهم استغني بافلاسه يعني ايه معنى الكلمة دي يا اخبان يعني انا سارد اليهم كل شيء واترفع عاما في اهدهم حتى لو كنت مفلسا لا يا سيد انا عيش كديراي مع نفسي با بل اقع قلبي مع الناس فقال غدا سارد للناس كل هباتهم وغدا ساستغني عنهم ولو كنت مفلسا واسترد رهونا ارجع با حياتي من تاني يعني الشاب لك يا جدان ده انا كنت مسجون ساجن حياتي وكرمتي وسعدت عند الناس لا با انا استرجع حياتي من تاني ايوة زي اللي بيفن حياته في العمل ساجينه العمل يفوق في الاخر يبدأ بقى يلحق يسترد بقى حياته اللي فضله ايامه اللي فضله بقول انا رهنتي حياتي للناس فكري للناس شعري للناس لا هسترد هذا واستغني عنهم قال واسترد رهونا يعني حياتي وفكري اللي كان عند الناس استردها قال فقد رهنت لهم فكري واحساسي يعني الشعر يعلن انه هكذا يستغني عما في ايدي الناس ويسترد حريته ويسترد نفسه وكرمته غدا اعيد بقايا الطين للطين واطلق الروح من سجن التخامين بقول بكرة هنسى الدنيا اللي فيها بكرة ساطرق الدنيا البالية واطلق حريتي التخامين الجسوم الجسم بقول بكرة ان شاء الله هبه حر عيش حياتي بجد بجد اترك الناس واطرك هذا الجسد يعني الفاني وعيش حياتي فكري مع نفسي انا يعني تقصد ان شعر اراد ان يعيش حرا بمفردي اتفضل بقا ما المبدأ الاخلاقي الذي طبقه الشعر في البيت انتستالي فاته طلبة القسم العلمي العامي الماضي كان الله في عونهم ممتحان والحجة بتاعته جاهزة اطمرماته الطلاب جاي نتكلم اصل امتحان ايه مع نبدأ الفهم يا نهري سود شبه ده حتة عقل بمتحن بص ايه المبدأ الاخلاق اتعود طالب تالت ياللي بتاخد نص متحرر ممكن كما قلت معنى كلمة مضاد بكلمة يتحميني عنوان فكرة جزئية او فكرة عندي كما قلنا رئيسي او كما ترى شرح الابيات اللي شفتها او ممكن كما قلنا عندنا مبدأ اخلاقي او قيمة متضمنة ايه بقى القيمة ايه ربا وركز بقى ايه المبدأ الاخلاقي السعادة تكون بص بين المبدأ الاخلاقي اللي طبقه الشعر في البيت الاول والثاني هنا ايه المبدأ لطبقه الشعر هل السعادة تكون في الاستفادة من الماضي لبناء المستقبل هنشوف الترف عما في ايدي الناس يهر المرء من قيد التعلق به هل الحرية مع المخاطر افضل من السلامة في قيود العبودية هل الراحة والطمأنينة تكونان في اعتزال الناس ومفارقتين جاوب ايه المبدأ الاخلاق اللي استفادوا طبقهم نمشوا واحدة واحدة بالاستباد السعادة تكون في الاستفادة من الماضي لبناء المستقبل هل هنا في البيتين دول كلام عن المستقبل او الماضي مفيش يبايد الشطر بروا اللعبة طيب الحرية مع المخاطر افضل من السلامة في قيود العبودية هل هنا يتكلم عن سلامة وعن عبودية وحرية لا بقى اللعب هنا وهنا بصي بقى الترف عما في ايدي الناس يحرر المرء من قيد التعلق به الراحة والطمأنينة تكونان في اعتزال الناس ومفارقتهم هنا بقى الترف عما في ايديهم بيعتزلهم هنا بيعتزلهم من بقى الصح في صح وفي اصح مين اللي اختيار اللي متفق مع البيتين نول الترف عما في ايدي الناس يحرر المرء من قيد التعلق بين دي صح هو قال كده قال دلوقتي يا قبلنا انا كنت اديت فني وحياته وابدع لي الناس فوقت في الاخر با عاوز اعيش من فاستردد تحررت هكده مما في ايديهم وانطلقته هكده وترفعته عما في ايديهم هنا بيكلم عن العزلة عن الناس مبدأ العزلة لا يتكلم عن البيتين ده صاحب سيبيكلم ان راحتك في اعتزال الناس كلام جامل بس مجدان اللي في الابيات ولا اللي حذرت منه هيبالي اختار شبه بعض اختار اللي في الابيات اللي دان اللي بيشرحها الترف عما في ايدي الناس يحرر المرء من قيد العبوري هاي فان بالاخرى غدا ارد هبات الناس للناس اترف عنهم وعن غناهم استغني بافلاس لا اريد منهم شيء ففي البيت الاول يعلن انه قد استغنع الناس وترفع عنهم البيت بقى التاني واسترد رهونا لي بدمتهم فقد رهنت لهم فكري واحساسي استرد حرياته كنت اددتهم كرمته احساسه وعلمه وفنه وشعر هسترده من تاني فلاحظتنا بيتكلم عن مبدأ العزلة صح بس مش هؤل في الابيات افهم كلامي فرجاء ثم رجاء لولادي في تالت سنة وكلكم ربنا احفظكم تأنى ثم تأنى النص المتحد والقراءة فقد يبدو لك الاختيار صح بس لا ده ماشي بس ده المطلوب ده بيكلم عن مجرد العزلة عن الناس فيها راحة ده مبدأ لكن ده اللي بيكلم ان الشعر في البيتين بالفان هذا ترفاه عما في ايد الناس واستغنى عما في ايد الناس ثم تحرر عنهم واسترد عافيته واسترد نفسه فكان ده الاختيار الاقرب احباب الدلالة التعبيرية من ضمن اسئلة النصوص المتحررة يقول لك ما دلالك كزا على ما يدل اللي كان زمن يسميه بما يوحي زمن كان يسميها بما يوحي قديما افهم النهاردة ما الدلالة التعبيرية على ما يدل هي هي دكتور كان زمن يسميه بما يوحي قول الشعر بما يوحي قول الشعر لا ما الدلالة التعبيرية لقول الشعر على ما يدل قول الشعر اذا قد يأتي لك ابيات ثم يقول ما الدلالة التعبيرية كتير جدا انجنة ده ما الدلالة التعبيرية لقول الشعر اي على ما يدل مثال تطبيق هذا قال حافظ إبراهيم في وصف حريق مدغمر كم مدغمر حصل فيه حريق يقول فيه حافظ سائل الليل عنهم والنهار كيف باتت نساؤهم والعذارة كيف أمس رضيعهم فقد الأمة وكيف اصطلى مع القوم نار حريق طبعا مدغمر بهذه الدنيا فأولي أخبان اسألهم عنهم الليل والنار كيف باتت مدغمر كان حريق صعب استخر استنتج الدلالة التعبيرية ما تتهزش يلا لا وسق من نفسك تبقى راجل وانت براجل عادي علامة يدول يبقى كلمة الدلالة التعبيرية أي علامة يدول بميوح استنتج الدلالة التعبيرية لقول سائل الليل عنهم والنهارة في البيت الأول ايه باي أخبان ايه اسأل باستمرار بدون انقطاع لتتعرف على هول المأساة أصدو كده أمر غرضه إظهار التعجب طيب اسأل سؤالا عابرا من باب المشاركة الوجدانية وجري والعاطفة الباردة بيان بشعة الليل والنهار ايه صح ده ده واضحة شوية نمشوا واحدة واحدة هل هنا أمر غرضه إظهار التعجب سانية 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 هو كان سأل عن أسلوب إنشاء هو ألا غرض الأمر ايه هو طلب أسلوب إنشاء يا ربطول بقول لك علامة بس ايه القيمة التعبيرية بما يوحي هذا الكلام مولش أمر طيب هل أصدو اسأل سؤالا عابرا من باب المشاركة السريعة والعاطفة الباردة يعني اسأل كيه السؤال عادي ايه أخبار ميت غامر كويسة طيب ماشي ايه ده طيب هل أصدو بيان بشعة الليل والنهار لا أم أنه يقصد ايسأل باستمرار ما هو كلم في فرق يا بابا افهم اسأل غير سائل في العربية اسأل مرة ومشي لكن سائل باستمرار سائلوا الوقت وبقرة وكل يوم اسأل باستمرار سائلوا ايسأل باستمرار اليوم وغدا سائلوا الليلة والنر ايسأل اليوم وغدا عن مأساة للغمر الإجابة ايسأل باستمرار بدون انقطاع لتتعرف على هول المأساة القيمة التعبيرية الدلالة التعبيرية معناها بما توحي او بما يوحي ما تخفش فولا كلم السائل الليلة ايسأل اليوم وغدا وتعرف على هول المأساة وعيشها مش تسأل كام باب جبران خاطر هكذا فكلم السائل ايسأل اليوم وغدا هكذا العلاقات قلناها خمسين مرة مهمة في النص والقراءة امتى كنت ضاد عشان بس مر الوقت قلنا قبل كده حصل فاته لو كلمة عكس كلمة طباق في المحسنات في البلاءة تبقى العلاقة تضاد ولد اوى حدو لك كلمة خير وشر او لك العلاقة تقول طباق انقلت العلاقة طباق صفر قلط هناك طباق دي في المحسنات لكن دي العلاقة تضاد التقابل جملة عكس كمة النتيجة امتى تبقى العلاقة نتيجة الاجابة في جواب الشرط من يجتهد في المذاكرة يحقق العلاقة نتيجة على الشرط غير جازمة قلنا الحصة اللي فات لو ذاكر الطالب باجتهاد لحقك نتيجة جواب طلب أطع ربك في كل أمرك تسعد نتيجة قد تكون نتيجة أو تعليل لما تبقى الجملة كما قلنا سبب لجملة أخرى اسبر على كل المقادر لماذا تصبر فإن الصبر خير تعليل حافظ على الوقت لتحقق آملك لم تعليل عليك ببر الوالدين إذ أوعى من كلمة إذ إذ أوعى من إذ للتعليل أي لأن إذ البر سبيل النجاح أي لأن البر إذ البر سبيل يبقى دي تعليل يا أخوان تفصيل بعد إجمال قلنا خمسين مرة بأجيب رقم وأسم وسعت كتاب الله لفظا وغاية كتاب الله دو طول كل اللفظ راجز اسمه تفصيل بعد إجمال بني الإستام على خمس واحدين ثلاث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث واحدين ثلاث وسعته كتاب الله نقطتين لفظا وغاية يعني اللفظ والمعنى التوضيح بعد الإبهام وإنه بيجيب كلمة ونشرح معناها المنطق طريقة لإعمال العقل والموازنة بينهم ده أنت بتشرح كلمة اسمه توضيح بعد إبهام كلمة غامضة زي تفاكي الآية قلنا الحصة لأربع اللفات اللي الآية لما معنى الآية هكذا إن ربنا قال في معنى الآية أوهين إليه ذلك الأمر أقول معنى الآية وإن الأمر كلمة غامضة أن دابل هؤلاء القوم مقتوى مصباحين زي ملك كده نفذ الأمر ما الأمر كلمة وبهمة مثلا أطلق صراحة أؤلاء فكلمة توضيح بعد إبهام كأنهم مصطلح أو كلمة يبين معناها إنه تفصيل بعد إجمال يا أخواننا بيقسم كما قلنا واحد تين ثلاثة التراضف كلمة بمعنى كلمة اسمه تنبي التراضف من محمد سعيد ومصرو طيب في بقى مشكلة جات لنا العام الماضي في الشار والناثر العلاقات العلاقات لها سؤال مباشر وإيه المباشر في امتحان العام المضوى بالزاق قطرة النسر كانت مزعجة تعال مولك عزيز الطالب حضرتك خلي بالك يمكن أن يأتي سؤاله العلاقات في النظام الجديد دي أشكال مختلفة دي خاصة بالشعر استندك علاقك كده بكده ده سهلة خالص دعا إيه علاقة البيت الأول والبيت الثاني دي مباشرة تبقى الحاجة دعيالك علاقة الشطر التاني بالأول طول التعليل الأوية ده بقى لقاطعة ناثر اللي قاطعة دي ناثر اللي جات جاب أربع اختيارات قال هكذا العلاقة الفقرة بما قبلها جاب قطعة جاب جملة والعلاقة أن العبارة حكمة وما بعدها شرح الله يا بس إفهمني إفهمني وجاب عبارة كده هكذا وما اللي يقبل إيه علاقة العبارة دي باللي قبلها مثلا قال ياطر هل دي عبارة عن حكمة وشرح الله بيبن من الكلام هل العبارة حكمة وما بعدها استدراك بلكن يعجبت حكمة مثلا كده قلت من جد وجد ولكن كثير من الناس يفعلوا كده وكده اسموا استدراك أو الحكمة وبعدها استدراك ولا فهم يا لا تحملني شوية معلش فيه استدراك بلكن قال من جد وجد ومن زرها حصب مش دي حكمة قال ولكن كثير أو بعض الناس يتكسلون فدي حكمتهم وما بعدها إيه استدراك مثلا حكمة وما بعدها شرح لمبرراته حكمة أقول هكذا من جد وجد ومن زرها حصب مش دي حكمة هكذا قال فالجده إنما سبيل التفوق وكده فحكمة وشرح نظام جديد أنت بتقرأ القاتل وتفهمها بقرأ جيدا فربما تكون حكمة واستدراك لها بلكن حكمة وشرح لها أو ممكن تبقى العبارة سبب وما بعدها نتيجة سبب ونتيجة هكذا فرضا أقوله هكذا مثلا مثلا كده ذاكر الطالب باجتهاد وواصل الليلة بالنهار فنجح وتفوق وكان من الأول بعلقة دي نتيجة لما قبل سبب ونتيجة عليه عادة جدا العبارة إجمال وما بعدها تفصيل أجب إجمال ثم أفصل أو لده تفصيل هذا إجمال وما بعدها تفصيل مثال بسيط جدا أقوله هكذا يا أخبان على سين مساء فرضا هكذا بنية الإسلام وعلى خمس هذا إجمال شهادة كذا كذا فالعبارة هذه إجمال وما بعدها تفصيل له نظام جديد يبقى ممكن لك ما العلاقة على طول أو ممكن يجيب عبارة ويحط الأسئلة يا احباب نخلي بنا من هذا المثال جيدا ان جاء لنا اذا قد يأتي السؤال فيها مباشر ومكيب لك قطعة كاملة لدي حكمة وشرح ليه العلاقة حكمة وبعدها شرح له كلمة وبعدها تعليل هذه عبارة وما بعدها تعليل ده نظام جديد سبب عمل كده ثم نتيجة متراتبة عليه اولك هذا سبب وما بعده نتيجة متراتبة عليه ده جنب قطر للنثر وان شاء الله هنتضرب عليه في النثر بإذن الله بعده يخبرنا الوقت اللي خدناه النصوص المتحررة في وضوء الانتحانات كلام واضح اجيب لك كلمة كما قلنا يا حبيبي اقول لستك عندنا عنوان او فكرة رئيس او فكرة جزئية بديه في صوت اسئلة او شرح او الدلالة التعبيرية او العلاقات بالصورة الجديدة مصطلحات بلاغية مهمة جدا جدا بص يا باشر هذه المصطلحات لك عايزين صورة بانية في مشكلة كبيرة جدا ايه الصورة البانية التشبيه والاستعارة والكنياء والمجاز الصورة البانية الجزئية عايزك بقى تدينه دانك يبتوى البلاغ لما خلصنا بفضل الله بلاغ التانية سنو بالتفصيل اقولوا تانية في صورة جزئية احفظوا مالي ما الصورة الجزئية تشبيه استعارة نية مجاز دا كتب انها اصدرش تشبيه استعارة نية مجاز اسمها الصورة الجزئية طيب سين ما الصورة المركبة لا ايه عايزين طبعا يخبرنا هنا حيث تفضي يكون نتكلم مع بعض للناس اللي معنا يا دا كترة الصورة المركبة المتداخلة قلني ادي قدام سيادتك ادي صورة مركبة حبيبي قلني كان دا كله في نص المسافة المحاضر لقم 8 قلني يا دا كترة عبارة عن كلمة تشترك بين صورتين يا دا كترة صورة مركبة كلمة ما بين صورتين بتبقى مشبه به في الاولى ومشبه في الثانية ادي مثال يا مستر عين الاثنين بص يا مش هكرة اقول لك هكذا ادي انت فكلم انت هات كلام دا انت نجم ضاحك عشان بيطلبها في الامتحان بالعند ويكتلع صورة مركبة بيعندك انت نجم ضاحك قل يا معلم انت نجم شين يا مستر يا تشبيه تب نجم ضاحك الاستعارة مكنية فين الكلمة المشترك يا نجم هنا بقت مشبه بيلا انت نجم دكتور بقت مشبه هنا افتكر زي قول شو قيادة كترة عصفت كالصابة اللعوب يا باشا عصفت كالصابة اللعوب عصفت العيدة على ايام الشباب ايام الشباب كريح الصباب ادي شين تشبيه يا دكتور ودي الصباب اللعوب هذه استعارة مكنية الاحباب اسمه خيال مركب او ممكن تبقى استعارة وتشبيه قال البارودي وكيف ترون الذل دار اقامة ترون الذل استعارة الذل لا يرى صور الذل بشيء مادي يرى وذل كالدار ادي تشبيه اشترك في النص خيال مركب حبيبي اللي كانوا معنا المحاضرة التامنة تلت سنوية وكلها بلغة تلت سنوية يبقى خيال مركب كلمات تشترك بين الصورتين بالخصة في كلمة تشبيه استعارة استعارة وتشبيه ايه بقى خيال ممتد وده كونها الوقت ايه صورة ممتدة افتكر ايه الصورة الممتدة يا دكتور بابسط معنى اكتر من استعارة مكنية لمشبه واحد اشهر حقيقة المشهور في تلت اكتر من استعارة مكنية مش تصريحية مكنية لمشبه واحد ده المشهور المشهور اولي يا باشا كده القمر ما له الامر يا دكتور القمر يبتسم يبتسم للعاشقين ويغازلهم دي بلاغ التالت سنوي بيجيب فيها اسأل بالنص لك انا عايز الصورة ممتدة لك الصورة الممتدة بكذا الصورة المركبة القمر يبتسم هذه استعارة مكنية صور القمر بانسان يبتسم ادي اسم واحد يمعلم او صور يا ولا والقمر عندي يغازل ادي كمان استعارة مكنية اتنين جاب كم استعارة القمر يا عسل اتنين صور القمر في البداية كأنه انسان يبتسم الاول الصورة عادة على القمر والتانية صور القمر كأنه انسان يغازل دكتور يبقى صورة ممتدة استعارتان مكنية لمشبه واحد بابسط حاجة قال واحد اسمه اليابو ماضي النور يبني النور يبني في السفوح وفي الزرع دورا مزخرفة وحينا يهدموا النهار بيطلع كل حاجة بيبان يجي ليه يختفي كل شيء النور يبني في السفوح وفي الزرع فوق وتحت دورا وحينا يهدم لما قلتك النور يبني النور يهدم كم استعار يقولك اتنين جاء بصورتين للنور في الاولى جعله انسان يبني والتانية انسان يهدم خيال ممتد يأتيه بصورة جزئية تجبيه احفظ صورة جزئية تشبيه استركناها مجهز خيال مركب كلمة بابسط معها تشبيه واستعار او استعار وتشبيه وكلمة في النص بابسط معها خيال ممتد استعارتين ماكنيتين او اكتر لمشبه واحد القمر يبتسم ويغازل الحق يتكلم ويخاطب ويفصل بين الناس خيال ممتد النور يبني في السفوح وفي الظهرة فوق وتحت وحينا يهتم الصورة الممتدة استعارتين ماكنيتين او اكتر لمشبه واحد كامل لسه حضرتك عندنا نرجع تاني كلمة من فضلك ادي الصورة المركبة المتدخلة كلمة بيطلبها في الامتحان بيطلبها في الثالثة سنوية لقد طلع صورة مركبة خلي بالك بيطبق بلاية الثالثة سنوية في النصوص كلمة بتشترك بين صورتين تكون مشبه في الاولى ومشبه في الثاني زي عصفك الصبا تشبيه الصبا اللعوب استعارة كلمة الصبا في النص يا عسل مركبة ترون الزلة استعارة مكنية الزلة دار تشبيه الصورة الممتدة اكتر من صورة لمشبه واحد بابسط معنى اكتر من استعارة مكنية لمشبه واحد ققولنا القمر يبتسم ادي واحد ويغازر اثنين وقول ايلي ابو ماضي النور يبني الاستعارة مكنية واحد ويهدف الاستعارة مكنية اثنين الصورة الكلية ثالثة سنوية قلناه في المحاضرة التامنا في نص المساء برق لي صورة كلية بتجي في عدة ابياد الصورة الكلية لها عنصرين الاجزاء المكونات والخطوط ابو يا ابو صلي الصورة الكلية بتجي في عدة ابياد الغالب لها اجزاء الصورة ولها خطوط الصورة هنشوف نعمل يبت facebook اذا عندنا صفحة فاضية حاجة اسمها المكونات او الاجزاء وحاجة اسمها خطوط الصورة اللي اللي فاكر اللي حضر معنا الحصة الصوت واللون والحركة تالت سنوي ما هي المكونات والأجزاء الأجزاء المادية مكونات الصورة هفهم سياد بص يا إباشني الصوت لون حركة أخطر حاجة دولة صوت لون حركة مكونات الصورة الكولية صوت لون حركة بعمل يدول بقر الأبياد زي ما اشت увид اي كلمة حس فيها صوت اقول له الصوت يسمع في كلمه كده الوان احمر را صفرات دري سود اقول له اللون ي Becky Wade او اللون يعقف كلمة كده فعل امضارع في حركة اقول لا قوال حركة تحسب في كده الصورة الكلية مالاش علاق باللق بالتجمية والاستعاره والكامل لمكازن الصورة الكلاه الصوت لون حركة ثلاث عناصر لون الصوت يسمع في كلمative هتشوف دلوقتي اللون يرى في كده الحركة تحس في كده اما الاجزاء الى مكونات الصورة كما سترى بس سيقع تنسى كلمة ده معنا او ما غيرنا صورة كلية هكده عناصره الصوت اللون الحركة تعال نشوف كده يا اخواننا مع بعض نرجع من تاني هكده ده نص اسم نص المساء مقرر وخدنا نصه في الحصة التامة واضربنا عليه طبعا ده الاجزاء المكونات المادية زي ما اقول ودي قدام خطوط الصورة الراجل بتاعنا اسمه خيل مطران نص المساء الراجل كان بيحب فاشل في الحب الراجل عاطفي حبتين عيه بقت عنده علة حب فاشل وعلة مرة الجسمية خلاص صحابه قاله ايه يا عم خليل خد نفسك وطلع اسكندرية غير جوا وراح اسكندرية حمل في حقائبه كل الكئابة فصور لك الاسكندرية سجن البحر سجن هكده الهوى مش ممكن حاجة صعبة جدا حكس ما في نفسي من حزن على الطبيعة فعمل صورة قاتيم اوي متشايم كئيب يقول شاكن الى البحر اضطراب خواطر ركز بقى انا باشتكر البحر خواطري فيجيبني برياحي الهوجاء عارفا ما تعده قدام الشط الهوى يجيلك كده ان يقول اشكو الى البحر افكاري المطربة فيرد علي بريح عاتية شديد ثاون على صخر اصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء انا مقيم على صخرة صلبة وليت قلبي كهذه الصخرة يريد قلبي كان يبقى حجر مش قلبي طري يضيع مع اول تجربة حب ينتابها موج الصخرة كموج مكاره الموج يتوالى على الصخرة كما تتوالى الالام على قلبي ويفتها حركة يكسر الموج يكسر في الصخرة النحت عارف انت النحت ويفتها الموج يكسر في الصخرة مستمع تفتت الالام في قلبي البحر خفاق الجوانب البحر مضايق مضطرب خفاق حركة البحر خفاق الجوانب ضائق كمدا من غاز تعبان كصدر ساعة المساء فبزج بين ضيق البحر بامواجه عند المساء وضيق الصدر باحزانه اش معنى المساء اللي يعرف قلنا الكلام ده الجماعة الحبيبة زمان كان بيكرهوا المساء ليه يا ولا المساء ده كان نهاية اللقاء زمان كده يجي المساء بقى نعيط ودموع الفراغ غير النهاردة بداية اللقاء المساء يبقى ليه صباح فكان المساء ده بيحمل كل هم ليهم شو بقى اللون 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 يقول تغشى البرية كدرة بص يا لا ولا الضلمة بيضغط الكون الكدرة الظلمة وكأنها صعدت الى عيني من احشاي انا بحس كده ان الظلمة ده نبعه من نفسي انا والافق معتكر معكر كده يعني ايه اجتماع الظلم والنور مداغوش كده قريحه انجفنه عينه حمرة لون يالا لون يالا قريح الافق انت عارف انت الغروب بس قولنا بالتفصيل الكلام ده بتلاقي شو عحمر حاجة حلوة خالص بس كئيب منظر الغروب ده روعة هذا الكئيب خليها صورة قاتمة فقال هذا هو الافق ركز به قريح تاكر وحمروا الجفنان واغمض العين على كل الوان الاسى والتعب كيب خلي منظر الغروب الرائع كين الكون عيان وزالان وعينه حمره وبيعاية الكون يويلي فين الصورة الكلية هاتلي الاجزاء فين اجزاء الصورة الاجزاء ارسمها لك الاجزاء اهو بس بحر وصخر ده الاجزاء المادية وشاعر كيب قاعده ودي عندك الغروب اسمها المكونات بحر وصخر وشاعر فين بقى الصوت واللوم الحركة ده اهم شي مكونات الصورة الكلية الصوت اللون الحركة اعمل لها بيه بس اعمل بقى ارقى بيه اي حاجة فيها الصوت اطلع الصوت يسمع فيه شاكن ممكن اشترك بالصوت يجيب ممكن اجيب بالصوت وقالي تب صوت الريح تمشي صوت الموجه تمشي انا بقى انا بقى اجيب الصوت بحافظ العنصر الصوت وقرر الابيال اي حاجة تدي صوت الصوت فيه شاكن يجيب تفنك الحركة الحركة تحس فيه ينتب حركة اهو بينتب يتوالى يفوتها الموجه بيكسر حركة او فعله بيدي في حركة بتخيال حركة بس خفاق حركة حركة الموجه تغشى تغطي حركة يغضب يغمت حركة صعدت حركة واتقالي حركة الموجه ماشى كلام سهل هتتضرب علي اياما طيب لون اين انت عندك الوان واتقالي زرقة البحر عسل يا والا وتقالي كدرة ظلمة عسل يا والا معتاكر الظلمة والنور ماشى قاريح يعنى احمر ماشى الصورة الكليه تتضرب في كل نص قدم عليها بعد احمد شاوي نص المساء وانت طالع صورة كلية صوت لون حركة ابويا الكامب يتحطيني ايه يلزق هنا عشان بيك يسؤال في الصور اصحيانا يبقى صورة جزئية تشبيه استعارك ناما جاز اتحملني يا معلم معلش صورة خيال مركب صورة متداخلة او عجيب ورا تنتا اقول لي يا معلم صورة مركبة كلمة من صورتين تشبيه استعارك استعارك تشبيه كلمة في النص صورة ممتدة يا لا بص كم استعارة ماكنية يسطى لمشبه واحد ممتدة صح صح ممتدة يبقى استعاركين ثلاثة شيء واحد بس القمر يبتسم ويغازي طب صورة كلية في عدة ابيات عناصره الصوت واللون والحركة لازم الثلاث انسيبت واحدة سقطة يا لا او للصوت وابص في كلمة فيها صوت او في كلمة كذا اللون احمرسه ده غضب الحركة في اي فعل او يا معلم استطاع الشاعر ان نرسم صورة كلية الاجزاء ان شاعر ودي بحر كما قلنا والنهار والمحبوبة طبعا والشمس اللي بتورب هكذا الخطوط الصوت اللي هو الحرب الصوت في ذكرتك وريثائي وصوت البحر وقيد هذا طبعا كلمة رثائي فيما بعد اللون زرقة البحر والكدرة ومعتكر وخريح الوان ان زرقة البحر البحر نزرق لون والكدرة العكارة اللي بيسميه دهواشة اللي عند القدوم الليل الغروب يعني معتكر مضلم وقريح احمر الحركة حركة الموج وكلمة يفت وكلمة عندنا يا اخوة بنا ينتاب دي ينساب يعني ينتاب يا رجال ادي ينتابوها يتوالى علي يفتوها حركة خفاق حركة بصهم ما بنهزر ده سؤال الامتحان ده سؤال الامتحان ملحوظ عزيزي الطالب سؤال الصورة الفنية بيجي ازاي يأتي هكذا استخرج او حدد من نص صورة بيانية وبين قيمتها هو بيقول لك طيب او بيين نوع الخيال وقمته ويديك 4 صور يا دوطر هؤل لك ازاي بص افهم بيقول لك مسلا اي صورة ثانية سانية دي واحدة كده لا بدي كده بص شاكل للبحر استعارا واكنية اولك شاكل البحر بيين نوع الصورة استعارا تشبيه كناما جايس هو بيجيب لك صورة افهم يا لك صورة لك ايه بيين نوع الصورة ويخير سيئتك استعارا ولا تشبيه ولا كونية تباين نوع الصورة وقيمته هو بيجب لك الصورة جاهزة. ايه نوع الصورة بقى تجبيه ولا استرق نومة جاهزة. اذا ده اسؤالي جينا. اذا ان تنهوا بص يا فندي. السؤال استخرج او حدد صورة بيانية نادرة. او اجب لك صورة او لك نوعها ايه. او حدد الصورة البيانية اللي بتدول على كذا. سعب بيحصل بها ممكن تسمعني. انت عندك 4 ابيات خد مني. الشعر زعلان بيدعيط. او لك هاتلي الصورة البيانية بتأكد ده. ندي مثال بسيط جدا نروح بعيد ليه. ما نجيب من هنا ومش دي ابيات يا اخواننا. ركز معهم فضلك كده. هنجاب اي صورة. ولتكن مثلا يا اخواننا عندنا شاكل للبحر. مش استعرام. او لك هكذا حدد الصورة هكذا البيانية. التي تؤكد مثلا شكوى الشعر للطبيعي. يبقى شاكل للبحر. يبقى اذا نظام جديد بيجيب الايحاء. طلع انت الصورة. يعني مثال بسيط جدا هكذا. استخرج الصورة التي توحي بحزن الشاعر لفقناي الام مثلا. فانت بتجيب الصورة المناسبة ها طرابك عليه. يمكن تطلع صورة. او يجب لك صورة وبين نوعها. او يجب لك الايحاء ولك الصورة المناسبة ليه. يجب لك معنى ايحاء معين كده ويجيب انت طلع الصورة المناسبة ليه كما سترى. طيب بص يا فاندي. طبعا ده بقية البلاغ. المحسن البديع انت عارفه. بلاغ التاني يا سنة هو ايلينا بالتفصيل. المحسن البديع. الطباق او المقابلة. الطباق كلمة وكلمة المقابلة جملة وجملة. الجناس بيجي في الشعر والنثر. التصريع او البيت في الشعر. حصن التقسيم جملتين في الشعر. السجع بيأتي عندنا في النثر. اخر الجمل. لازدواج جملتين في النثر. التورية كلمة لها معنى معنى قريب وبعيد. قلنا هذا كثير. اسطوب انشائي. الامر والنهي والاستفام والتمني والترجي. في انشائي غير طلبي. قلنا اقول له بالتفصيل. المتح والزم انشائي غير طلب ما له الشعرات. ليس له ورد اسمه انشائي غير طلبي. المتح والزم التعجب انشائي غير طلبي. زي كامل خبرية. انشائي ما له الشعرات. والقسم. في حاجة بيسمي يقومني عندنا. اسطوب خبري. لا امر ولاه ولا استفام في التقرير. في خبر في اللفظ انشائي في المعنى للدعاء. زي هداك الله رحمك الله وفقه الله. خذناها بالتفصيل والله. واتيها وزيادة. بفعل ماضي ماضي. هداك الله رحمك الله جزاك الله خيرا. سعب بيجي يقومني عندنا. مبني مجهول بورك فيك جزيت خيرا. ساعة منفي. لا هداه الله. لا رحمه الله. لا وفقه الله. لا حرمني الله الخير. يجي مضاري يا رعاك الالي يرفزك الله. اسمه خبري في اللفظ انشائي في المعنى للدعاء. انك كتير جدا بالتفصيل. ويرجع المحاضرات. يبا في خبري عادي. وفي انشائي عادي. وفي خبري في اللفظ انشائي في المعنى. برضو خلي بالك من هذا. سؤال مهم جدا في النص المتحرد. مهم جدا جدا. قد يطلب منك تحديد العاطفة. سانية يا باشا. يبا ايزا ممكن ينطلب منك. خلي بقى الصورة. قد يأتي صورة جزئية تجبيه استعارك ناء مجاز. قد تأتي صورة مركبة يطلبها بالنص زي العام الماضي. قال لك الصورة المركبة. هكذا هي. ويبقالب به جندال. صورة مركبة كلمة من صورتين. خيال ممتد استعارتين مكنية اللي شيء واحد. صورة كلية في الشارع الجديد صورة محركة. ماشي يا اخوانا. يقول لك حدد نوع العاطفة. ايه العاطفة؟ الحالة المسيطرة على الشاعر. هكذا قد تكون الشوق والحنين. الحزن والألم. الفخر الى اخره. يعني مثال بسيط جدا محمود حسن اسماعيل. يقول اهواك يا وطني. اهواك انت هواي. اهواه واعشك. ونشيد الغالي مدى الدنيا اردد. العاطفة عندنا حب الشاعر الوطن. يبقى في سؤال العاطفة. اقرى الابيك كويس اوي اوي اوي. وحدد العاطفة على اساسها. الاتجاه الفكري الشاعر اسعاب يطلبه. ممكن يكون بيكلم عن قضية دينية. او الاتجاه ديني زي احمد شوقي. مدح النبي اتجاه ديني. قضية اجتماعية كقضية. النص يسموه عندي يا رجالة. التكافر الاجتماعي في الاسلام نص مقرر. اتجاه اجتماعي قضية اجتماعية. ممكن وطني زي نص اللي فاتها هوي باشر. اتجاه وطني بيكلم عن وطن. فقد يكون اتجاه الشاعر ديني او اجتماعي او وطني. قد يكون وجداني ذاتي. زي نص المسائد اسموه اتجاه وجداني زعلان. بيكلم عن تجربة حزينة. انتهت بالتشاؤم. قد يكون انساني عام بيكلم عن الحرية. او بيكلم عن الديمقراطية. قد يكون فلسفي بيكلم عن التأمل واي لهذا. معرفة الخصائص قد يطلب من سيادتك السمات الاسلوبية قد. او البقاء وضوحي الالفاظ او لا. استخدام اسري بتوكيد او لا. استخدامها ام لا. ممكن يكون اسلوب هذا خابري ام انشاي. اسمها السمات اسلوب الكاتب بهذه الصورة. طيب ممكن برضو غرض النص. ورايب جدا. فقد يكون غرض المتح او الريثاء او الوصف. او حب الوطن. قال عن ترى خلقت من الحديد اشد قلبا. وقد بلي الحديد وما بليد. فخر خلقت من الحديد. انا اسم حديد. وقد بلي الحديد وما بليد. صادئ الحديد وانا لم اصدأ. فخر. في تأمل اقرأ التاريخ. ان فيه العبرة. ضاع قوم ليس يدرون الخبر. ده من سمي التأمل. فقد يسألك عن غرض النص. طيب نقبل حد كده. معلش الشيء اللي كان مهم. يا رجالة. النص المتحرر. بيجيلك نصين. النصين اسئلتهم كتيرة. تلخص في اللي قلناه. معنى كلمة مضادة كلمة تحمين. حط عنوان او اختر عنوان للابيات. ما الفكراته الرئيسة. وما الفكراته الجزئية بتيجي في الشرح. تمام. يا ركتور خلي بالا. قد تسأل اثناء ذلك عن القيم المتضمنة. او المبادئ الاخلاقية. قد تسأل عن القيمة تعبري للك كلمة اي بما توحي. وحذرتك اي اختيار يبقى تبقى للابيات. ثم نبهنا اولادنا. الصور اللي عندنا يا اهباب. في عندي ستة قصورة جزئية. وعندك صورة مركبة تجبيه استعر استعر وتجبيه. وصورة ممتدة استعر تمك نتيل مشبه واحد. وعندك صورة كما قلنا كلية صوتهم حركة. ثم اللي فده كل ذكرنا بس نذكر بعض. قد تسأل عن اتجاه الشاعر. اتجاه ديني او وطن. وقد تسأل عن غرض النص. هكذا وقد تسأل يا اخواني عندنا عن اسمات اسطوب الكاتب. ده مهم جدا جدا كتير بيسألوه. امتى هو الاسطوب ادبيه. كلام ده في النسر. في قطع النسر امتى هو الادبي او علم متأدب. امتى هو الاسطوب الكاتب ده ادبيه. لو شايف يا اخواني تأنق في الالفاظ. في صور خيالية. في اسطوب انشائية. افهم اسطوب ادبي. اناقة في الالفاظ. جمال في الالفاظ. كثرة الصور. يبال عندي يا اخواني مين. ادبي. طب وعلم متأدب. لم معرض قضية علمية في ثوب الادبي. قضية علمية. بس فيها بعض الجمال وبعض الصور. زي ما عرض الاستاذ صلاح منتصر قضية التدخين. وعمرية التدخين بس باسطوب جميل. يبال في قضية ادبي اسطوب ادبي. حيث جمال الصور او جمال الالفاظ. اناقة الالفاظ. روعات البيان. في علم متأدب قضية علمية بس بصورة ادبية. مهم جدا. متى نقول ان الاسطوب ادبي. الاجابة لو اخفي اناقة في الالفاظ. استخدام بعض الصور. كمان عندنا يا اخواننا هكذا. جمال الاسطوب. البعد عن الحقائق العلمية. المل استخدام المحسنات الجميلة. غير المتكلف مش متأل منها. الشئ انزاد عن حد انقلب الى ضده. سلط الالفاظ. زي الزيات. يقولوا منذ ايام تيقظت الطبيعة. استعرام اكنية. من رقادها الطويل. الربيع جهد. الطبيعة صحيحة. منذ ايام تيقظت الطبيعة من رقادها الطويل. واخذت تنضح جفنها الوسنان. كاتنيمة. بترش المية. على وشعة عشان تصحى. واخذت تنضح جفنها الوسنان بانداء الربيع. عارف انت الندى؟ ندى مية. فالطبيعة بتصحى تغسل وشعة بالندى. وتبحث عن حلالها وحلاها. تبحث عن الاوراق الخضراء والاشجار المثمرة والظهور. وتا هكذا يخبرنا. تبحث عن حلالها وحلاها في خازاي الارض. وتا هكذا. وتأهب كل حي ليحتفل بير. لما يقول ان الارض تيقظت. والارض كاتنيمة. وتخسر وشعة الطبيعة واللوين. وانداء الربيع ده اسطوب ادبية. علم متقدم. نعرض حقيقة علمية. بس في صورة ادبية. بحقا عنصر الاقناع والامتاع. باقنعك وامتاعك. عرضة حقيقة علمية. عرضا في اقناع وامتاع. اقنع وامتع باستوب. الاعتماد على الاستوب الخبري. ده في العلم المتقدم. عشان اقناعك. استخدام بعض الصور. الالفاظ فيها دقة. زي ما حصل مع صلح منتصر. لما كلم عن التدخين. الان اعرف مدخنين. يسرون على هذه العادة السيئة. هناك مدخنون يتمنون ان يأتي اليوم الارستار. الذي يتخلص فيها من السجار. انت في حاجة الى ان تكره السجارة استعارك. بان تنظر لمنظر اصابعك. اذا لم تغسلها من اثر. النيوكوتين ده علم. المادة السامة لفين. تخيل منظر رئتيك. وان تحاول ان تجري مئة متر. فبكلم عن قضية التدخين. اضرار التدخين. ما سبه بس باسلوب جميل. فاقول علمي متأدب. اعرض حقيقة علمية. عرضا يحقيق الاقناع والامتاع. اقنعك بصدق المعلومة. بس في صورة طيبة. تخلي بالك يا ابني ادبي او علمي متأدب. هذا اخطر سؤال. لم يخلو نموذج امتحان. علمي ادبي تجريبه. اول تاني من الموازنة. الموازنة بيوازن ما بين بيتين. لشاعرين مختلفين. خلي بالك يا را. او لشاعرين واحد. او يجبك قطاطين اسمها الموازنة. مهمة جدا جدا. وزي كل الكتب لازم موازنة. وبندرب الطلب عليها. اجيب بيتين. او لك وازن من حيث الفكرة. من حيث الفكرة. او من حيث الاسلوب. او زي ما حصل العام الماضي من حيث الصور. صح صحي. او من حيث الاسلوب التوكيد السالفات. الموازنة. لعلمك من الصعبة طالما انت عرفت. عب طلب الثالثة السالفات كان غصب. نعمل ما كانونش يعرفه. اللي زق على الطلبة. ان دانا نمازج. في جانبه. انت عرفت النهاردة الموازنة. اجيب بيتين. بيت قصبين. لشاعرين مختلفين. او لنفس الشاعر. ولك وازن من حيث الفكرة. التفاول اللي اختلفه. من حيث الصور. من حيث اسلوب التوكيد. او قطع طين. افهم يا ابني. اسمها الموازنة الشاعرية او الادبية. لو الشاعر يبقى موازنة شاعرية. قطعة ناثر مسمعين دي موازنة ادبية. باشا. اقرأ. قال الشاعر القروي. شو بقى التفاول العطاء. ولي انهاجة الاحقاد قلب. كقلب الطفل يغتفر الذنوب. انا قلبي. زي قلبي الطفل الصغير. اود الخير للدنيا جميعا. انا بحب الخير لكل الناس. وان اكو بين اهليها غريبة. انا بحب الخير لكل الناس. حتى وان كنت غريبا بينهم. تفيد جوانحي بالحب. حتى اغن الناس كلهم الحبيب. قلبي ملين حب لكل الناس. فكل الدنيا احبابي. رجل متفايل عنده عطاء بيحب الناس. خش على المازين الكئيب بيقول. ففي فؤادي ظلام لا يزحزحه. فجر يذوره كأس وخلان. انا قلبي مليان ظلم قلبي ظلم. فان جاء الفجر لا يزحزحه. ولا تخيلت ان الناس كلهم. في السر والجهر غيلان وذؤبان. يقول انا متخيل الناس كلها وحوش. الناس كلها ذئاب. تشاؤم. بيني وبين الورى بون. يعني فرق كبير شاسع. يقضي بان اكون بيني وبين الناس والديان. انا منعزل عن الناس. بينه وبينهم والديان مش عايز اعيش مع الناس. هذا انسان رائع. متفايل يحب الخير لكل. بيعتبر كل انسان على وجه ارض حبيب. حبيب الله. او حبيب الله. لكن ده انسان متشائم. فقلبه فيه ظلام. يتوجس من الناس خائف من الناس. عايش في ودي و الناس في ودي. قارم من حيث الفكرة والموسيقى والاسطوب الخيال. بيجب في كل هذا. لا قارم من حيث الفكرة. اقرى ده ويفهمه ده ويفهمه. عايز تدريب افهم البده بيكلم عن ايه. ده انسان متفايل. ده متشائم اهو. الفكرة الاول القروي التفاول والتسامح. لكن ده التشام والسخط على الناس. الموسيقى زي بعض الاثنين. وزنه وقفية وزنه وقفية. زي بعض. وزنه وقفية. اذا اتفق في الموسيقى. الاستوب ده خابري وده خابري. استوب خابري يستخدم الاطنب والفعل المضارع. برضو استوب خابري. بيستخدم بعض اسريب التوكيد. الخيال اعتمد على الصور الخيالية. الصور الخيالية كانت تجبهه الاستعار. برضو نفس الكلام. ده المثال اللي جننا في 2021. في النفر. وسعدت ابن الحلال ده فجئنا. جاب نص المقرر. قال الكاتب. هكذا ان من الناس. من اذا. خلي بالك يا باشا. كشف لك عن اظافره. رأيت تحتها مخالب حادة. لا تسترها الا الصورة البشرية. اسف الله زي لاوله. في ناس تمشي معها. ومن تشعرفها. فاذا انكشفت حقيقتها. تشعرك انك تمشي مع الذئاب او وحوش. ركز بها. اعرى كويس له. ان. استو مؤكد بان اما. عشان يستوال كده. اعرف الموازنة. ان من الناس. من اذا كشف لك عن اظافره. رأيت تحتها مخالبه. لا يسترها او لا يسترها الا الصور. يب اكد بها ده. اكد بانه والقصر. خش عزي يبقى نص المقرر. انما جعل للفقير من مال الغني حقا معلوما. لا يكمل دينه الا بادائه. لو ما قدتش الزكاة دينك نائس. ده كان نص كده. انما جعل ده ربنا يعني. جعل للفقير في مال الغني حقا معلوما. لا يكمل دينه الا بادائه. ذلك الحق هو الركن الثالث. قصر. بتعريف الطرفين. ده قصر اسمه تعريف الطرفية الجملة. هو الركن. هو الركن الثالث من اركان الاسلام الخمسة التي بني عليها الاسلام. قصر. هنا استخدم القصر بانما. اكب بانما قصر. خلي بالك. هنا استخدم عندك القصر بالنفو والاستثناء. ايه دي يا عسل. هكذا. يبقى بي اكب بالقصر يا لا. اتحمل في الاستوب انتبني ربنا يحفظك. جاب قصر هو. حلو بانما. جاب قصر بالنفو والاستثناء. حلو. جاب قصر بتعريف الطرفين هو الركن. جاب قصر بالتقديم والتأخير بني عليها الاسلام. هب على السؤال يا معلم. قبل ياما. قبل ياما. وازن بين العباراتين من حيث استخدام وسائل التوكيد. وقد انت هسل فاتت اهه. تاني زي اولاني. مش فرقة. يبقى ممكن تجي الموازنة افهم بين بيتين. كنك تعرف ده نجاح. اما انا النهار ده اعرف نجح. دي بعرفت. اما يا معلم. تنام هتضيع. اوع اوع تنسى الحكمة دي. ان تتعب. خير من ان تفاجئ. اعرف. في موازنة. من حيث فكرة. الصور. عادي الاساليب. عادي. لا مانا. او اساليب التوكيد. اقرأ بقى. وازن بين العبارتين من حيث. استخدم اسري بالتوكيد. استخدم الكاتب. توكيدا واحدا بالحرف. اللي فوق. في حين من الزات اقتصر على القصر بين نافي والاسسناء. ركز. هل ده اكب بيننا بسي. اللي فوق ده. لا ده اكب بيننا اوه. اكب بيننا. ولا استنى يا لا. واكب بايه. بين نافي والاسسناء. ده نافي والاسسناء. قصر. يبقى دي غلط. اكب بين نافي والاسسناء. اكب بين نافي والاسسناء. اكب بين نافي والاسسناء. لا ده جاب انما. ده جاب تعرف الطرفين. ما عايزين بلغة باي معلم. ما وحط البلغة في الناص. او تقديم الجر والمجرور. اذا ده غلط. طيب. اقتصر الكاتبان على استخدام الاطناب بالتراضف. لتأكيد ما فيه عندش اطناب في الاتنين. طيب. حتى ان جاء مش الاتنين استخدموه. اكتفى الكاتب والزيات. باستخدام حرفي ان. وانها بس. الاتنين ايه الزيات والكاتب جابوا ان وانما بس. هنشوف. ام. اكد الكاتب ده 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 ده. كلامه بان ووسائل القصر. فهم اقتصر الزيات على استخدام القصر بس. ده ده صح. نترجم. اللي فوق الكاتب جاب ان. والقصر. لا. وان لا. جاب ان ايه. ايه ايه. وهدي جاب مين. لو نفو اسناء. انما الزيات اقتصر على القصر بس. بس بي اقتصر في طرق ما يعبش ان. الزيات اكد بالقصر بس. الكاتب اكد بان هو القصر. ادي الموازنة. اهو. عايز طالب يكون جامد. ما بيخوفكش اعرف. بدل ما خلص سنة خبط في الامتحان. فوق دلوقتي. اكون صح واني بلاغة. وحفظ بلاغة. وانت عندك كل مراياتنا اخدنا البلاغة حصة حصة. بالتفصيل فيها. يا دكتور. يبقى اذا اكد الكاتب كانوا بان اهيه. ووسائل القصر نفيه الا. انما الزيات كل كل مقصر مر. انما مره بلاغة. وانا مره بتعريف رقناي الجملة. مره عندنا بالنفي والاستثناء. ادي اخبانا. ما كان عندنا من منهج متحر. لكل ولادنا اخطر حاجة. بنحضرش. لازم اكون مذاك الادب. انا بكلم طالب النهار دا الدنيا يضحى قدامه. العام الماضي كانت غامضة. مفيش عذر الطالب. ملكش عذر. تحمل اسلوب يابن. طول ما فهمتش كداب. اسف في اللفظ. ذاكر واعرف. فالدنيا واضحة. النص المتحرد تلات اركان كما ترى. اما معنى داتات اركان اول هاجة. قد يأتي بمعنى كلمة. مضاد بكلمة. فكرة الرئيسة. فكرة جزئية. دلالة معنى يا ولد. ماشي. قيمة متضمنة. او قيمة اخلاقية يا ولد. او شرح الابيات. خش على الثانية يا دكتور. ثم العلاقات طبعا. قد يأتي صورة بيانية. بلاغة يا لك. صورة بيانية. قد يأتي بتشبيه استرق نعمة جاسة. بيان الصورة نوعها. مثلا ايه الدلالة بما توحي. او يجبك كما كنا جملة. يقول لك يا باشي. هات الصورة المناسبة لي. يجيب الايحاء. هكذا. يقول لك ما يساهم والله. تعلق الشعر. او كده. فضل الشعر ده احمد شاوك. وطناه على الجنة. ايه الصورة اللي بتأكد الكلام ده. ويبقى صورة. قد يطلب منك ويحسبها علي. بعيد خمسين مرة معلش. ايه يتحمل ايه. قد يطلب منك صورة جزئية. او يطلب صورة مركبة. كلمة من صورتين. او خيال ممتدة من استعارة مشبه واحد. او صورة كلية صوت محركة. ثم المحسنات الى اخره. بعدي قد يطلب من ساتك اتجاه الشاعر او الكاتب. ديني ولا واطني. قد يطلب من ساتك اسطوب. هل اسطوبه ادبي ام علمي متأدب. ثم بعد هذا الموازنة حذرت منه. ثم ما زلت مصم عند ولادي الادب ثم الادب. اذا النص مثلث من تهد اركان. النص اسئلة استنتاجية. ثم البلاغة ثم الادب. يبقى من حق النصوص تبقى من 29 درجة. كلنا الان هيستعد الى نموذج رائع جبناه. هنطبع عليه اخوانا النمط الجديد. نموذج طلبيق في غاية الروعة. قصيدة جميلة جدا جدا. باطل الصحراء عمر المختار واحمد شوقي. احبابي ارجو من ابنائي طبعا يعني يلتامسوا. ليه العز اذا كنا اكدنا وكان فيه عنف في الاداء شوية. بس النصوص مهمة جدا عاوزة تركيز غير عادي مننا. وعاوزة مجود كبير اوي اوي. فيه نص جميل جدا جدا جبناه. النص اللي معنا لشوقي بيتكلم عن عمر المختار. اسد والصحراء. رمز الفداء والتضحية. وطبعا ده كان ابطال احد ابطال ليبيا ضد العنوان العدوان الايطاري. اللي كان موجود. يقول الشاعر. ها اروا اشرح. ركز رفاتك في الرمال لواء. يستنهد الوادي صباح مساء. بيقول المحتل الايطاري. دفن رفات عمر المختار في الرمال. فاصبح جسد عمر المختار لواء علم. هذا اللواء يستنهد الهمم والعزائم ضد المحتل. اه انتو دفنتوه في الرمال. هذا الجسد الطال اصبح لواء علم. هذا العلم يشجع ويستنهد الهمم صباح مساء ضد المستعمر. يا ويحهم لعنهم الله. نصبوا منارة من دم. لقد نصبوا منارة من دم دم الشهيد عمر المختار. توحي الى جيل الغض البغضاء. يعني جسد الشهيد عمر المختار. الذي دفن في الصحراء. اصبح علما ومنارة. تعلم الاجيال القادمة كيف تبغض المحتل. فاصبح عمر المختار رمز المقاومة. والجهاد. يعلم الشباب العزة والكرامة. الى جانب يعلمهم البغض والكراهية. ضد كل محتل. يا ويحهم. لعنهم الله. لقد نصبوا منارة من دم. اي دم هذا الشهيد. هذه المنارة وهذا الجسد. اصبح يعلم الجيل القادم والاجيال القادمة بغض المحتل. ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد حكمة جميلة. بين الشعوب مودة واخاء. بيقول. شعوب اوروبا تتغنى بالمودة والمحبة والمسواة. والديمقراطية. انهم كاذبون. ما الذي كان يضرهم. لو انهم جعلوا العلاقة بين الشعوب مودة واخاء. الاوروبا. احتل كل العالم. وخلت العلاقة بين العالم وبينهم. تقوم على البغضاء والكرهية. ماذا كان يضرهم. لو انهم اقاموا العلاقة بين الشعوب على المحبة. وهكذا عندنا على الاخاء. جرح يصيح. جرح عمر المختار. سيظل يصيح. وينادي. جرح يصيح على المدى. وضحية. تتلمس الحرية الحمراء. جرح عمر المختار. سيظل ينادي في ابناء العرب وابناء ليبيا وابناء الارض. يعلم معنى الحرية. جرح يصيح على المدى. وضحية. تتلمس الحرية الحمراء. عمر المختار هذا. كان شهيدا. ضحية عظيمة. كان يطلب الحرية بدمائه. ما طابش الحرية بالخيانة. او كما قل يأفت مع العدو. او يبيع وطنيته. ولكنه طلب الحرية الصادقة. فبذل دمه رخيصا في سبيل الاوطان. قال جرح يصيح على المدى. اي ان جسد عمر المختار. سيظل ينادي ويصيح في البشرية. تعلم معنى الحرية. وضحية طلب الحرية بدمي. ولم يطلبها كما قلنا. بخيالة او ممالأة للعدو. يا ايها السيف. بيكلم عمر المختار. المجرد بالفلى. يعني يا ايها السيف. هكذا المجرد في الفلى. اي المنزوع جمدو. يعني المشور كده في الفلى في الصحراء. يقس السيوف على الزمان مضاء. يعني عمر. يعلم كل السيوف. معنى الحرية. ومعنى الكرامة. فكل سيوف الكرامة. تتعلم من عمر المختار. فقال انت سيف. مرفوع مجرد كده. مش في غمدة. لا. سيف مرفوع. شهر هذا السيف. يعلم كل السيوف. معنى الكرامة. ومعنى الحرية. شوف المقارنة الجميلة. خيرت. فاخترت المبيت على الطواء. لم تبني جاهن. او تلم ثراء. خيروه. قعدوا يقدموا رشوة. ويعلموا هدنا تعالى يا عمر. نديك كده ونديك كده. ونديك اموال. فابا. رفض ان يبيع وطنه. وان يبيع دينه. رضي ان يعيش على الطواء جائعا. وابا ان يبيع وطنه. فيحقق الثراء. ما كانش خائن. خيرت. خيروك. فاخترت المبيت على الطواء. ان تبيت جائعا. لم تبني جاهن. او تلم ثراء اموال. فلقد كان عمر المختار زاهدا في الدنيا. فلقد خيره المحتل. واغراه بالمال. ولكنه رضي ان يعيش فقيرا زاهدا. وان يطلب ما عند الله. ان البطولة. معنى البطولة يا بش. ده المعنى الحقيقي للبطولة. ان البطولة ان تموت من الضماء. ليس البطولة ان تعب الماء. يعني البطولة ان كنت تموت عطشانا عطشانا. ولا ان تشرب ماء الذل من الاعداء. تبقى ذليل. ده لموت عطشان وجعان. ولكني ابى وارفض تماما تماما. ان اعيش هكذا سعيدا اشرب واكله. بس في ظل المستعمر. فمعنى البطولة ان يموت المرء ضمانا. بدلا من ان يشرب كأس الذلي. هكذا من الاعداء. عضت بساقيه القيود. فلم ينق ومشى بهيكله السنون. هكذا فناء. يعني الراجل ماشى بالقيود مكتفينه. عضت بساقيه القيود. الكلابشات عضت الى وساقيه. ولكنه لم يتراجع. ولم يتأوى. فلم ينق ولم يتعب. ماشى عز كرام مكتفينه السلاسر. وبيبتسم. هكذا. قمة العزة. هكذا. لقد عضته الامته القيود. ولكنه لم يتألم. ومشى بهيكله. اي بشيخ وختيه الفانية. مشى عزيزا مرفوع الرأس. فلم تؤثر فيه القيود. بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك او تنك. ولم يكن يركب الاجواب. عمر المختار عفوا هذا. كان يحارب على فرس. لم يركب دبابة صاحب التنك. في بنزين وكلام وقود. فلم يحارب بدبابة ولم يحارب بطائرة. يركب الاجواب. لكن اخو خيل حما صهواتها. كان فارس. يركب الصهوة ظهر الخيل كان حريف. ولكن اخو خيل. يعني كان انسان محارب. وادار من اعرافها الهيجاء. الهيجاء يعني الحرب. يعني من فوق ظهر الحصان. ادار المعارك ضد ايطاليا. ولا عرف تاخد محل. ولا ادت حربته بالطيارات والدبابات. ولكن عمر المختار. كان يحاربهم من فوق ظهر الحصان. وكان بارعا في ادارة المعارك. ضد هذه القوى الطاغية. في ذمة الله. هكذا الكريم. في ذمة الله الكريم وحفظه. جسد ببرقة وسل في الصحراء. رحمك الله. وفي ذمة الله فانت شهيل. هذا الجسد الطاهر. في مدينة برقة. يعلم الناس معنى العزة والكرامة. الى ان تقوم الساعة. جميل جدا جدا بيتكلم عن هذا البطل. ممكن ناخد ديئتين كما مر بصرع الابياد. تحميل معلش. قبل ما نشوف الاسئلة الجديدة. مش انطول عليك. ركز رفاتك في الرمال لواء. تجبيب. بيشبه الرواء. الرفات بالرمال. العضن لواء. يستنهد الوادي استعارة مكنية. بيصور هذا الرفات بيسان بيستحث. بصحصح الناس يعني. وصباح ومساء طباق معلش يا رجالة. سريعا كده. يا ويحهم. هذا عندنا اسلوب نداء. انتقل معناه الى التعجب. استغرب. نصبوا منارة من دم تجبيه جميل جدا جدا. اه بيشبه عندنا الدم بتاعه زي المنارة. متشغل بيوات تجبيه جميل جدا. في معنى التضحية. هتشوف الاسئلة حالا دلوقتي. بيشبه الدم بتاع عمر منارة. موك دم الشهيد كده. دم الشهيد شعاع. يديك معنى الحرية. فنصبوا منارة من دم تجبيه شبه الدم. الخالص كأنه المنارة. توحي الى جيل الغد البغضاء. ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء. جرح يصيح على المدى. استعارة. صور الجرح بإنسان يصيح. وضحية تتلمس الحرية الحمراء. صورة جديدة في معنى الحرية. خمسة. يا ايها السيف المجر. طبعا يا اخواننا السيف الوحدة تصريحية. عمر المختار مين؟ سيفي بهذه الصورة. تلك الصحاري غمد تجبيه يا شاب. عارفتنا غمد السيفي الجراب. يعني الشهداء بيموت في أرض الصحراء. الصحراء تاخدهم. سيوف دي تبلعهم الصحراء. بس الشهداء مش بيتحللوا. الشيء كما قلنا لا يتحلل. يبضل كده بدمه. كأنه اسمه حقي. فالصحراء بتبلعهم زي السيف جوى الغمد. تلك الصحاري غمد جراب السيف. تجبيه بشاب الصحاري بالغمد. غمد كل مهندين. المهند يعني السيف. يعني يا ما الصحاري دي ابتلعت سيوف. يعني قصده أبطال يعني. قبل فأحسن في العدو بلاء. يا ما الصحاري شافت أبطال من أيام المسلمين وغيرهم. يا ما ابتلعت شهداء. قبلوا وأحسنوا البلاء ضد العدو. خيرت فاخترت المبيت على الطوى الجوع. زاهد هو كان زاهد. لم تبني جاهن أو تلم ثراء. إن معنى البطولة. ان البطولة أن تموت من الضمى. ليس البطولة أن تعب الماء. لا دا تتعيش جعان. بدل ما تأكل على موائد اللئام. تبقى خسيس. عضب بساقيه القيود. استعر بشابه القيود بوحوش. هكذا تعض ساقيه. أو تعض ساقيه. فلم ينقل لم يتعب. ومشب بهيكله السنون. بطل البداوة. لم يكن يغز على تنك أو على تنك إلى الدبابة. لكن أخو خيل حمى صهواته الصهوة الظهر. وأدار من أعرافها الهيجاء. كان شاطر عارف وعالم بفنو القتال. فأدار المعركة من فوق ظهر الخيل. في ذمة الله الكريم وحفظه. جسد ببرقة أستدى الصحراء. الآن أسئلة حديثة. تبقى للنمط الجديد. وده منزله الناس. هنزله ستة كده. تتضرب على الأول. ما معنى ركزوا رفاتك. وضعوا ولا غرسوا ولا رفعوا ولا أعلانه. ركز اللواء غرسوا في الأرض. فركزوا بمعنى غرسوا. يلا يبدأ أدرك بقى كده يا معلم. ابدأ يلا. رفات عمر المختار. صار يحركوا همما الأبطال. في كل زمان. المعنى الدل على ذلك. ده اللي قلناه يا معلم. وده على ما يدل. ولا صحي لا. وعاوز المعنى اللي بيقى كده. منين بقى من الأبياد. ما تصح. رفات عمر المختار. عضم. صار يحرك همم الأبطال. في كل زمان. هل المعنى الدل توحي إلى جيل الغد البغضاء. يا ويحهم نصبوا منارة من دمين. جسد ببرقة وسدة بالصهراء. يستنهد الواد الوادي صباح مساء. جاوب. انا نمط يجري كده. يجري بالجملة ها. ولكن يا بش. اين لي نسبهم الأبياد. رفات عمر ده بيحرك الأبطال في كل زمان. ايه البيت او ايه البيت يا كده. نشوف. هل توحي إلى جيل الغد البغضاء. احنا بنتكلم عن همم الأبطال. مش البغضاء. يا ويحهم نصبوا منارة من دمين. ده بيتكلم اني بيشبه. الدم بتاع عمر كالمنا. راح نتكلم ان رفات عمر. بيستنهد الأبطال بصحيه. بصحيه. يستنهد الوادي صباح مساء. يدل على ان رفات عمر. يحرك همه والابطال في كل مكان. او في كل زمن. ثلاثة المجاهد في سبيل الله. والشهادة. زاهد في الدنيا عازف عنها. البيت الدل على هذا. اهد النمط الجديد. يجب ما انا عازل البيت المناسب. ولكن اللي بيجاب في سبيل الله. زاهد في الدنيا. عازف عنها. البيت الدل. قال. يا ايها السيف المجرد بالفنى. يكس السيوف على الزمان مضاء. هل فيها معنى الزهد. يعني ان سيف عمر يعلم الناس. هل في معنى الزهد. لا. تلك الصحاري غمد كل مهند. ابلى فاحسن في العدو بلى. مش في معنى الزهد. ده معنى البيت ان الصحراء. ابتلعت في بطنها. خيرة الناس من الشهداء. خيرت فاخترت المبيت على الطوى. الجوع. لم تبني جاهن. او تلم ثراء. عشت فقير. لعمرك بني الجاه ولا سلطان ولا ثراء. ده معنى الزهد. ان البطولة ان تموت من الزمان. ليس البطولة ان تعب الماء. ده معنى البطولة. يبقى البيت اللي بقى كده معنى الزهد ايه. احسنت البيت. رقم دي. ما المغزة ضمنة من البيت التمانية. المغزة ضمنة. لنرجع بالبيت التمانية كده معنى الشيء نقرأ الاول. ان البطولة ان تموت من الزمان. ليس البطولة ان تعب الماء. يعني البطولة الحقيقية ان تموت عطشانا. ولا ان تشرب ماء فيه ذل او تأكل تعام فيه ذل. ده معنى البطولة. يلا كيان شبه. المغزة ضمنة. البيت التمانية. من الشجاعة ان تموت ضمانا. ضمانا والماء على مقربة منك. يبقى عطشان. هكذا. وموت والماء جنبي يبدي شجاع. انتهر. طيب. البطولة ليست فيه ماء كله ولا مشروب. المغزة ضمنة التعريف الحقيقي المعنى البطولة. كن بطلا مهما تعرضت المتاعي. ايه المغزة ضمنة ايه المعنى الاصل. لماذا كتب البيت. لماذا كتب البيت. ارجع كده. ايه معنى البطولة يقول في الثانية هكذا. قال ثمانية. ان البطولة ان تموت من الضمان ليس البطولة ان تعب الماء. ما المغزة ضمنة. ما هدفه من هذا. هل هدفه يقولك انك انت تموت الضمان. هدف ان البطولة مش مأكل او مشرب. هدف انك تكون بطل. ام المعنى هنا اراد ان يقول. التعريف الحقيقي المعنى البطولة. يبقى المغزة ضمنية. ما المعنى الحقيقي البطولة. فهدف الاساسي. التعريف الحقيقي لمعنى البطولة. ان معنى البطولة. ان الانسان كما قلنا. هكذا يعني. يرفض كل اغراء لعدو او لمحتل. ايه المبدأ الاخلاقي. قالوا انه. اللي اراده في البيت تسعة. هالتسعة كده. ايه المبدأ الاخلاقي في تسعة. ارى تسعة. تسعة. عضب بساقيه القيود. فلم ينق. ومشب بهيكله السنون فناء. عضب بساقيه. القيود. مش متكلبش. متأويش وتعب وقال اه. ومشب بهيكله السنون فناء. مشي وكبير في السن تحمل كل هذا. ايه بخير الباكر. ايه فهم البيت الاول. الراجل ده كبير في السن. هكذا راجلهم ثاني عاجوز. لكن لم يتألم بسبب القيود. فالسؤال يا اخواننا. ايه المبدأ الاخلاقي اللي بيعلموا لك. هل بيقول لك المبدأ الاخلاقي. الصبر والجلد من شام الابطال. اصدق المبدأ الاخلاقي. القيمة الاخلاقية. قوة بنية عمر المختل. الرفق والرحم والاطفاء الضعفاء. القيود والاغلال الحديدية تهلك العدو. ايه المعنى الاخلاق اللي عاوزون. ماذا اراد ان يصب من هذا البيت. هل اراد يقول لك المعنى الاخلاقي. ماو خلي بك المعنى الاخلاقي. ليش مرطاب بالبيت. معنى هكذا يقبلنا. مستنبط من البيت. هلعاوزك الصبر والجلد من شام الاعداء؟ هل هو قصد لك ان عمر المختل. بينته قوية. هل هو لك ماتر قصد القيود والاغلال الاخ؟ هو المعنى اللي عاوز يقبلنا. السبر والجلد. وهذا من شام الابطال يبقى معنى كلمة معنى اخلاقي المعنى المستنبط مايجيش من الابياد المعنى الاخلاقي يبقى المعنى اللي بستنبطه المعنى المستنبط هنا ان الصبر والجلد انما هو من شام الابطال البيتان اللي بيؤكدان معنى مهم في عالم الحروب دول بيتين بيؤكدوا معنى مهم في عالم الحروب بطل البداوة لم يكن يغزو على تنكن ولم يكن يركب الأجواء يعني عمر المختار ما كانش بيحارب على دبابة أو على كما قلنا أو بطائرة لكن أخو خيل حمى صهواتها كان بركب خيل وآدار من أعرافها الهيجاء يعني آدار الحرب من فوق حسن ده بيأكد معنى مهم في الحروب ضرورة التسلح بأحدث أنواع القوى الخيول العربية براءة في الحرب الشجاعة الحقيقية تكون في قلب المهارب لا في سلاحه براءة عمر في قضاة الحرب بيأكد معنى مهم في الحروب في عالم الحروب يا طرق إيه المعنى جاو كده جيم يا صح تب ليه مش ألف ما لا ممكن أتسلح بأحدث ألوان القوى وأجندي جابان أسيب السلاح وجه الخيول العربية بارعة في الحرب ما هو العالم كله مش بيحارب بخيول عربية براءة عمر المختار ما هو ماشي عمر ده ظاهرة في مكان ما في زمن ما بس في عالم الحرب أن الشجاعة الحقيقية بتبقى جوه قلب المحارب لا في سلاحه ده المعنى اللي عايز يأكله من هدين البيتين إنه عمر ده وان ما كانت بيحارب بدبابة أو بطيارة بس كان عظيم وكان بارع في حربه فالمعنى الشجاعة الحقيقية تكون في قلب المحارب لا في سلاحه القصيدة لم تخلو من المبادئ الإنسانية إيه بقى المبادئ الإنسانية قلنا الإخاء والمواد ده والحرية وغير هذا إيه البتي بترجم ده عايز ما أبدأ إنساني عظب بساقيه القيود فلم ينو ومشى بهيكله السنون فنأ يعني القلبشات عظب بيبدا مش معنى إنساني في ذمة الله الكريم وحفظه جسد ببرقة والسيد الصحراء رحمة الله على هذا الرجل المعاني الإنسانية عندي المبادئ الإنسانية إلي كما قلنا الحرية والكرامة الإنسانية والأخاء والعدل والمساوى جرح يصيح على المدى وضحية جرح عمر بيصيح وضحية تتلمس الحرية الحمراء ركز رفاتك في الرمال اللواء يستنهد الوادي صباح مساء إيه المبدأ الإنساني عزب مبدأ إنساني من ده إيه المبادئ الإنسانية كما قلنا وذك الحرية والإخاء والعدل والمساوى والتواصل وعشق الجامل إلى غير هذا إيه الإجابة الإجابة هذه عشان نتقل مبدأ الإنساني الحرية مبدأ إنساني عظيم تسعى له كل الدنيا الحرية هنا بيتكلم يا إخواننا عندنا عن وفاة عمر وإنه يستنهد الوادي ده عندنا يا إخواني مش معنى إنساني لكن الحرية وإلى هذا مبادئ إنساني كما قلنا الحرية والعدل والإخاء إلى آخره شيخوخة عمر المختار لم تمنعه من البراعة في إدارة الحروب إيه الجملة اللي بتأكد ده شيخوخة الرجل لم تمنعه من إدارة الحروب ما الجملة اللي بتأكد بيها هل ومشب بهيكله السنوم أبلى فأحسن في العدو بلاء وآدار من أعرافها الهيجاء لم يغزوا على تنكن ولم يكوا يركبوا الأجواء بقولك الشيخوخة لم تمنعه من البراعة في إدارة الحرب فين بقلي بدون كم بارع في إدارة الحرب من فوق ظهر الجواد قال لي جاما ما ينفعش مشب بهيكله ما فيش فيها إدارة الحرب أبلى فأحسن في العدو بلاء هكذا يخبرنا هي دي صح مش يخبرنا بس مثل البيت اللي بيأكد إدارة الحرب من فوق ظهر الحصان لم يغزوا على تنكن هو الصح يخبرنا وآدار من أعرافها الهيجاء هيا يا فنم لا عاوز البيت هتلاقي البيت قال لك الرجل يخبرنا بطل البدوة لم يكن يغزوا على تنكن ولم يكن يركب لكن أخو خيل حمى صهواتها وآدار من أعرافها الهيجاء بالدلن أدارة الحرب بمهارة من فوق ظهر الحصان فاللي بيدل على هذا هو أدارة هكذا قول الرجل يخبرنا من أعرافها الهيجاء الهيجاء يعني الحرب من الأسس التي قامت عليها مدرسة الإحياء والبعث أدب الاتيام بالحكمة لتأكيد المعنى هل في حكمة هنا ما البيت اللي في حكمة يا أيها السيف المجرب بالفلى يكس السيوف على الزمان مضاء دي مش حكمة إن البطولة أن تموت من الضمى ليس البطولة أن تعب الماء في ذمة الله الكريم وحفظه جسد ببرقة أستدى الصحراء بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك ولم يكن يركب الأجواء هنا في حكمة فين هي يا أخوان اللي جابة الصوب من جابة باء حكمة أو إن البطولة أن تموت من الضمى ليس البطولة أن تعب الماء قول الماء السور يعني عاوزوا لك كده البطولة الحقيقية أن تموت عطشان ولا أن تموت تشرب وأنت ذليل يعني لا تستجيب لإغراءات المحتل لكن يا أيها السيف المجرب بالفلى ليست حكمة بل بولك كده إن عمر المختار ده يعني يستنهي كل السيوف في ذمة الله ده الرثاء بتاعه بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك بولك ده ميحارب على ظهر جواد مش إيه دبابة أو طائرة لكن إن البطولة أن تموت من الضمى ليس البطولة أن تعب الماء حدد مما للصورة البلاغية اللي بتدل إن عمر سلمثى اللي يقتدى بيه في التضحية ده اللي نتكلم فيها بقى حدد مما للصورة البلاغية اللي بتدل إن عمر المختار بقى مثل يحتزى به بقى مثل أعلى ضحية تتلمس الحرية ضحي عمر ده ضحية تطب الحرية إذن كان ما قالش إنه مثل أعلى إنه لا استقتضي بيه ولم يكن يركب الأجواء لا ده بولك ما ركبش طيار جرح يصيح على المدى هكذا جرح عمل ينادي على طول الحياة أم ركزوا رفاتك في الرمال لواء ده أفضل لباء ولكن هكذا يقبلنا عندنا بقى لواء إذن لواء يقبلنا أعلى الشئرية وعلمه زي عالم مصر نعظمه فأصبح عمر مثل أعلى يقتدى به فكلمة هكذا ركزوا رفاتك في الرمال لواء صار عمر المختار مثل أعلى يقتدى به في عالم التضحية من خلال فهمك الأبيعات نستطيع أن نستنتج عاملا دفع شعراء الكلاسيكية للتجديد أدب لا اعتزاز بتاريخ الأوطان إلى قضاء المجتمع أن نضل ضد المحتل الرغبة في التعبير على الزاد أدب فاكرت إيه هي الأسباب والعوامل اللي قدت شعراء الكلاسيكية جددهم دفعهم لهذا الإجابة أن نضل ضد المحتل وجرائهم ده اللي كان في الأدب الفاكر لكن لا اعتزاز بتاريخ الأوطان لا إلى قضاء المجتمع لا يبقى صحي من بيرام النضاء ضد المحتل والتنديد بجرائهم زي حادث الدين شوية مهم جدا جدا تعليق أحمد شوي واقسمت بالله تضحف الصم وانا دي حصة كل يسمع ايوة التعليق حفظ ولن تحفظ إلا بعد الفهم جمعنا خمسين مرة اتسم قسطو محمد شوكب البيانية كتاب وزارة في التعليق السبب ايه قبلنا اكثر من التصوير البياني اللي اعتمد على الصورة الكلية لا ده الصورة الكلية صوت حركة عند جرع اسم مطران اعتمد على الوحدة العضوية ما عندوش واحدة عضوية القصيدة عند شوك مفكك الناس اللي مذكر عارفة جيم اللي حفظة اكتاب وزارة عشان اعتمد على التصوير البياني المتمثل في الصورة الجزئية من تشبيه واستعارة وكينية ومجاز مهمة قوي وارجع للتعليق بتاع اكتاب الوزارة شاو اهتم بالنحاء البيانية عشان كتر من تشبيه واستعارة البناء الفني الذي تقوم عليه القصيدة العناية بالنحية البيانية تعدل القوافي التزام وزنه قافية من الاولى والثالثة الاولى والثالثة طبعا وما تم عندها بجلال الصياغة وروعة البيان حلوة الموسيقى والتزام الوزنه القافية موازنة الموازنة اللي انها شاو بيقول بقى في قصية تانية تانية قصية تانية وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يده الحرية عاوز دم وقال في هذا البيت جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء يعني عمر المختار دا طلب الحرية بس بدماءه المعنى اللي اتفى في البتين وللحرية الحمراء باب الحرية عاوز دماء وعاوز اياد ملطخة بالدم بس طبعا دماء الوطنية هنا برضو عمر المختار عاوز الحرية الحمراء ايه المعنى المشترك للحرية باب ينبغي ان تعرفه الحرية لا تهب الا ببس للدماء المعنى المشترك الابطال قدوة الاجيال طلب الحرية بيحتاج الى التفاوض للدماء ايه شايفين هل بيكلم عن الحرية باب ينبغي ان تعرفه صح بس ايه الباب دوا الدماء ما قالش ما هو باب الحرية الدماء تضحي انت مقولتش ايه الباب ما قلتوش بدي نقصه تب الابطال قدوة الاجيال بيتكلمش عن القدوة بيتكلم عن الدماء لازم يضحي بالدم طلب الحرية بيحتاج للتفاوض لا مش دالة في البيت لكن الحرية لا توهب الا ببس للدماء هنا الحرية لها باب ايه بس ما قالش الباب هو ايه فليلط انما عندنا يا اخبارنا الصوب كما ترى عندنا انما الحرية لا توهب لا تمنح الا ببس للدماء ادب قال حافظ ابراهيم اني ارى فقراءكم في حاجة لو تعلمون لقائل فعال فتسابقوا الخيرات فهي امامكم ميدان سبق للجواد النالي هو بكلم يا اخبارنا هنا اني ارى بكلما قضيه الفقر فبيطلب اي حد يخبارنا عندنا عنده نوال وعنده وعطاء يدي الناس الغلبة تسابقوا الخيرات يدامكم الناس غلبة يدامكم اديهم من مال الله ميدان بقى السبق في القود والكرم البيتان يدلان على سمة من سمات التجديد لدى تلامس البرودي هل التعبير عن مأساة عصرهم بتاعت الديوان دي استبطال نفس الانسانية مش تبعنا في المهاجر العناية بالصورة امرض مشكلات المجتمع والدعوة الاصلاح البيتان يدلان على سمة من سمات التجديد انت فاكر لم تترك يهتموا بعلاق قضية مجتمعهم بقولوا اني ارى فقراءكم في حاجة الفئر محتاج لو تعملون لهكذا لو تعلمون لقائن هكذا طيب فتسابقوا الخيرات فهي امامكم تسابقوا في الخير الخير قدامكم ميدان سبق للجواد النالي يعني اي حد عنده نوال عنده عطائفة بكلمة قضية الفقر وقضية اجتماعية فطبعا التعبير عن مأساة العصر مش من سمات مدرسة الاهياء دي بتاعت الدواء استبطن النفس الانسانة بتاعت المهاجر هتخدنا ان شاء الله العناية بالصورة والتوظيف في الرمز والاستورة في الواقعية النص مدرسة هتخدها لكن من ضمن السمات رز مشكلات المجتمع والدعوة الاصلاح الاجتماعي قال شوك نصفه طير ونصفه بشر الطيارة يا لها احدى اعجيب القضاء حمل الفولاذ ريشا وجرى في عنانين او عنانين نار وماء يعني بيكلم الطيارة هكذا تطير نصفه انسان ونصفه لاز دي يعكس هذا مظهر من مظهر التجديد عند تلامس البرودي وصف الطائرة ده مش علاق قضية المجتمع ده مش وصف المنجزات بل المخترعات وكننا قلنا الحمايب يخبرنا ان الفرق بالتين تقريبا ان المنجزات شيء كان موجود وتم تطويره كالسفينة اما المخترعات شيء لم يكن موجود كالطائرة والكهرباء وقال هذا فوصف الطائرة عندنا من ضمن وصف ماذا المخترعات الحديثة كان ده يا بيبي عندنا اطلال على منهج المقرر بالنسبة لين طريق تدريس النصوص معلش عرضناها بصورة مختلفة شوية حطينا قدامنا امتحانة الاعامل السابقة جبنا نص حاولنا نطبع عليه ان شاء الله بيزن الله عز وجل ان شاء الله يعني كل يوم اربع نتناول بإذن الله عز وجل نص او قراءة ندرب اولادنا على هذا الكلام بقدر اليه عز وجل يوم الجمعة اللي جاية ان شاء الله هحل مع بعض مع اولادنا النماذج التجربية المهمة جدا اللي كانت صورة من امتحان اخر العام هبدأ يوم الجمعة ان شاء الله بنموذج او اتنين عشان ولدنا يتطمنهم على امتحان الشهر اللي هما امتحنوا او ظلم على الاطالة اعتذر لحضراتكم حبيبي ربنا وفاكم كنا ان شاء الله بإذن الله الى ان نلتقي بإذن الله في لقاء الاربع القدم بإذن الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته